رجولة وإسرار وحماس من كل اللاعبين فوز غالي بهدف صحيح لكن الأهم من نشبكنا نظيفة باللعب منتخب قوي قوي جدا بس احنا بالروح والحماس كالعادة عندنا خطوة زيادة على أي منتخب قوي احنا صدرنا لهم خوف وقلق قبل مباراة العودة وده أهم نجاح هينزلوا على ملعبهم قدام جماهرهم وهم اللي مضغوطين والحمد لله ان احنا مع كيروش صعب جدا يدخل فينا هدف وبسهولة مبروك لرجالتنا الخطوة الأولى ويوم الثلاث هنقول ونغني والله وعملوها الرجالة وافضل دايما فرحان بداية يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والفرحة حلوة وإحنا مبسوطين وفرحانين وفخورين جدا جدا برجالتنا النهار دا الأداء أسطوري هتقول لي أداء أسطوري دا السنغال كانت بتهاجمنا دا السنغال اللي كانت مسيطرة على الكورة أيوة بالرجولة والحماس والروح اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيه خلال الأيام اللي فاتت كلها كنا لينا الخطوة الزيادة لينا الأفضلية في النتيجة إحنا باللاعب منتخب في منتهى القوة في كل عناصره على فكرة إحنا ملعبناش منتخب أفريقي قبل كده أقوى من منتخب السنغالات تقول لي يا سلام يعني كنت دي فاردو رقبة ولا كاميرو نسمو لقيتو دول كانوا أقل من منتخب السنغال البلواتي أيوة يا فندم ليه؟ عشان السنغال الخطوط بتاعتها كلها فيها لعيبة عظيمة إحنا كنا دايماً لبنين لعب منتخب أفريقيا عنده هجوم قوي جداً بيبقى دفاعه تعبان دفاعه سيء النهاردة بتلعب قدام مدافع من باريس سان جيرمان دي قاله اللي تصاب وخرج وبتلعب مع كوليبالي مدافع نابولي وبتلعب مع أفضل حارس في العالم ده خط الدفاع بتاع منتخب السنغال مش هكلمك بقى على وسط الملعب اللي فيه لعيبة من لستر سيتي ومن باريس سان جيرمان وساديو مانيه ولعيب من واتفورد تشكيلة العالم منتخب العالم ما بتلعيبش منتخب أفريقيا طبيعي ورغم كده كالعادة منتخب مصر ما فيش حاجة اسمها قدامه أصلاً منتخب قوي هيقدر علينا نقدر عليه بالروح والقلب كل اللعيبة النهاردة امتياز كل اللعيبة النهاردة كانوا رجالة كل اللعيبة النهاردة كانوا أداءهم أسطوري بالمعنى الحرفي للكلمة وأنا كنت هنا في الأيام اللي فاتت قلت لك أهم حاجة بالنسبالي والمكسب العظيم بالنسبالي إن احنا ما يخشش فينا هدف القهرة حتى لو فوزنا 1-0 هتبقى نتيجة عظيمة ونتيجة كبيرة ليه نتيجة عظيمة وكبيرة أولاً انت قلت للمنتخب السنغالي المنتخب القوى جداً أنت منتخب يهزم هزمت منتخب السنغال شككته في نفسه قادي أول ضغط ثاني ضغط المباراة اللي جاية هيلعب على أرضه وملعبه وسط جماهيره هو مضغوط جداً بسبب هذه الهزيمة ثالث ضغط هو بقى مطالب في المباراة اللي جاية إنه يخرج من مناطقه من الثانية الأولى مش هيلعب بأداء متوازن هيتطر يهجمك بمنطقة القوى ودي فرصة عظيمة جداً إن احنا نعرف نخطف هدف من هجمة مرتدة كل الأمور كويسة وكل الأمور في صالحنا الحمد لله خطوة أولى ناجحة رائعة رائعة أنا النهاردة يعني كنت عمال أقول بلاش تروح عند الجول خلونا محافظين على الهدف ده أهم حاجة حصلت النهاردة وأهم نجاح قبل الهدف اللي سجلناه هو إن ما فيش هدف دخل مرمانة وفي نقطة مهم أنا هتكلم على العيب لعيب بس لازم الأول هتكلم على محمد صلاح هتكلم تعالوا معي بقى إيه بالكاميرا شوية هنا عشان عايز أقول كلمتين من القلب لمحمد صلاح محمد صلاح النهاردة قائد راجل حماسي مهاري سريع قوي هداف كل الصفات الممكنة أقولها على محمد صلاح ديئة تساعتاشر كان جوه منطقة الجزاء في كرة متحدكة مش كرة ثابتة جوه منطقة جزاء منتخب مصر بيطلع كرة براسه محمد صلاح أصلا ما بيرجعش يدافع محمد صلاح في ديئة ستة أربعين ديئة الأولى من الوقت المحتسب هذا من الضائع في الشوت الأول عمل عودة دفاعية مش طبعية بمنتهى السرعة بعد كرة ثابتة هجومية لمنتخب مصر تردت علينا بهاجمة مرتدة للسنغال درب سبريند دخل منطقة الجزاء كان بين الوينش وبين ياسر إبراهيم محمد صلاح عشان يأمن خط دفاع منتخب مصر ده غير الهدف طبعا اللي ساهم فيه ودخل من مدافع السنغال في مرماء كل ده بيعمله محمد صلاح ده محمد صلاح عارفينه تريزيه ايه الرجولة دي؟ الروعة دي؟ ايه الرجولة والحماس والالتحامات القواية جدا مع كل قابة السنغال مصطفى محمد لحد ما خرج أرهق مدافع السنغال أو على الأقل عارف لبعض الوقت إنه هجوميا مرموش لما نزل عمل أداء رائع جدا السلاسي حمدي فتحي والسلية وإنني عملوا أداء رائع جدا النهاردة هتقولي إنني عمل أداء رائع جدا النهاردة تعال بقى أكلمك عن نني شوي أنا عارف إن معظم الناس اتكلموا النهاردة إنني ما كانتش في مستوى جيد أو إنني ما كانتش في أفضل مستوياته في نقط أنا عايزك دايما لما تبقى متعصب وإنت متحمس كلنا النهاردة كنا متعصبين ومتوترين جدا ونحن متفرج على المباراة فأي لعب بيلمس الكورة غلط ونحن نسرخين طبيعي طبيعي بس لما تهدى وتاخد نفسك والحمد لله سيمنا المطش اتفرج على المباراة مرة أخرى بمنتهى الهدوء لو قدرت لو عندك وقت ليه محمد النني المدرب دايما بيشاركه ما بيلعبش مع أرسن يلعب مع أرسن ما يلعبش كويس يلعب كويس يلعب وحش أبتكلم على الكويس والوحش ده في إيه في اللمسات الباص التصويب نقل الهجمة الحاجات اللي الناس بتتحفص فيها على محمد النني ليه بقى أي مدرب بيجي المنتخب مصر لازم محمد النني إيه اللي يفرق محمد النني عن باقي اللاعبين في الملعب ليه محمد النني دايما خيار لأي مدرب ليه أصلا محمد النني كل هذه السنوات موجود في الدورة الإنجليزية ليه؟ مسألتش نفسك يعني حتى المدربين تغيروا وبيفضل محمد النني موجود في أرسل شارك أساسي أو ما شاركش أساسي هتلاقي محمد النني موجود في أي تشكيلة لمنتخم مصر باقي مع فريقه في الدورة الإنجليزية فريق أرسل ليه يا عم كريم؟ جاوب على السؤال هجاوب وحضرتك روح يفرج على المباراة تاني بس لما تقولش كريم بيفتي هجاوب وحضرتك روح يفرج على المباراة تاني أي مساحة فضية في وسط ملعب منتخم مصر هتلاقي فيها محمد النني أي لاعب معك كرة في منتخم مصر هتلاقي أول واحد قريب منه محمد النني أي ساكنبول أي كرة تانية هتلاقي أقرب واحد لها محمد النني ده موجود بدني رائع وخرافي ده زكاء ملعب كبير ومش طبيعي وده أو ده قدرات محمد النني الخاصة جدا اللي بيشوفها المدرب لكن احنا وحن نفرج على المباراة يعني أني بس عدل يعني أني أدي كرة طولية يعني أني ما ترجعش الورا في تفاصيل آه طبعا طبعا لو عند محمد النني الحاجات دي هيبقى لعب خارق بس هي ساعدة تبقى عنده فيها مشكلة طبعا هو مش لعب كامل أنا مش بقولك يعني أنه هو كان أنه أحصل لها بوسط ملعب في العالم مثلا بس أنا بفهمك محمد النني ليه ما بيخرجش من الملعب أو عفوا أنا آسف لأنا قلت بفهمك بس أنا أقصد أقولك فهمي للأمور أو نظريتي للأمور بتقول أن محمد النني ما بيخرجش من الملعب عشان له أدوار تكتيكية كبيرة جدا 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 خد بالك أنه مثلا عمر جابر تقدم للهجوم محمد النني بيغطيه عمر السلقية تقدم شوية وزاد محمد النني بيغطيه كرة تانية نزلة من المدافع لمنتخم مصر فمحمد النني هيروح بيستقبلها عمر جابر شايف مثلا ساديو ماني رايح عليه فمحمد النني هو القرأي منه مش كل القرأات اللي خدها النهاردة محمد النني كيت سليمة بس هو لعب زاكي في الملعب تكتكين زاكي جدا أنا أتكلمتها محمد النني كتير عشان أعرف أنه محمد النني وأنا أعرف أنه أتكلم عكس الطيار يعني أسهل حاجة أطلع أقولي النهاردة محمد النني ما كنتش في مستوى ولعيب سايق بس هو في حقيقة الأمر وأنا بفرج على محمد النني أنا شايف الحاجات دي على أقل دي نظرتي للأمور يعني ممكن تبقى نظرتي صحيحة أو خطيئة بس أنا شفت محمد النني كده النهاردة طيب خط الدفاع بقى عمر جابر كان خيار جيد من كالوس كيروش عمر جابر مش أفضل زاير أيمن مش لعب عظيم على أقل دلوقتي هو كان لعب عظيم دائما يعني بس على أقل في الفترة دي مش في أفضل مستواته ولكن عمل مبارا محترم النهاردة مش عشرة على عشرة مش عشرة على عشرة بس عمل أداء جيد النهاردة ليه عمل أداء جيد عمل أداء دفاعي بشكل كويس آه في كم كرة عدة منها ساديو ماني وبالمناسبة ساديو ماني ما هو لازم يعدي ما هو ساديو ماني بيعدي في الدول الإنجليزي كتير كون هو عدة بكرة ولا كورتين النهاردة طبيعة جدا يعني مستني إيه مستني إيه يعني ساديو ماني هيعدي في فرج علينا ومش هيروغ ما ديه إمكانيات وده شيء معروف عن ساديو ما ديه أنه هو لعب الفول تورك بتاعه رائع المهارات بتاعته كبيرة ومميزة فطبيعة هيعد النهارات بس عمر جابل كان اختيار جايد طب ليه عمر جابل ما كانش عمر كمال عبد الواحد أديك المعلومة عمر كمال عبد الواحد قاله سكروش بيبصر عمر كمال دايماً أنه مش الخيار الأول كظاهر أيمان بس هو شايفه العيب جيد والعيب يقدر يلعب في أكتر من المركز فدايماً هياخده منتخب مصر هتقول لي تمه لعبه في كاس الأمر الأفريقية اضطرارياً لما أكرم توفيقة صاب ولما فكر كارلوس كيروش في خيار أول بديل لأكرم توفيقة فكر في محمد عبد المنعم لو تتذكره في مباراة المنتخب الناجيلي محمد عبد المنعم مع الدهاش فراح لعمر كمال عبد الواحد في البطولة العربية لو تفتكروا برضو ما رحش لعمر كمال عبد الواحد كأول خيار وراح لمحمد عبد المنعم أو مروان داود على ما أتذكر هو مش شايفه زهير أيمن الأول لمنتخب مصر هل ده معناه أنه كدراته قول إليه لأ هل ده معناه أنه مقداش لما لعب زهير أيمن لأ قدى بس هو دايماً بيشوفه أنه راجل مؤدي في مركز زهير أيمن لكن هو مش مركزه الأصل زهير أيمن مؤدي فاختار النهار ده كارلوس كيروش نلعب بالأمان أو كما يتصور هو الأمان أنا هلعب زهير أيمن مركزه زهير أيمن مهنته زهير أيمن فلعب أمان جابر وكان طبعاً خيار الأول بالنسبة له كان محمد هاني قبل ما يتصاب قبل مباراة مصر ومشاطر في مباراة المريخ السوداني مع النادي الأهلي فاتوح النهاردة رائع رائع كان عنده جابها صعبة جداً ناحية اليمين بس كالعادة رائع فاتوح دفاعياً وهجومياً الوينش اللي عادي بتاعه صحيح هنخسره في مباراة العودة بس الباقي يسده والباقي رجالة الوينش رائع كالعادة رائع منتهى الرجولة منتهى الرجولة محمد عبد المنعم الحبة اللي لعب فيهم كان رائع مميز قبل ما يصاب ويخرج وهو بيخرج الناس قالت ياسر إبراهيم لا ياسر إبراهيم لا ياسر إبراهيم يخض ياسر إبراهيم مش متعود على المنتخب ياسر إبراهيم ما بيشاركش كتير مع المنتخب ياسر إبراهيم دي يعني مشاركة ندرة لي مع كارلوس كيروش وبالتالي مش هيفهم خط الدفاع او مش هيفهم المنظومة الدفاعية منتخب مصر الفترة اللي لعبها او اللي لعبها ياسر ابراهيم مع منتخب مصر بعد اصابة محمد عبد المنه يمكن افضل واحد في منتخب مصر اداء مدهش اداء رائع اداء في منتهى الرجولة وده او دي الفكرة في كالوس كيروش ودائما انا بقولها لحضراتكم انه اي لاعب بيخش في منظومة كالوس كيروش لو لأول مرة لو انا معدي في الشارع كده وكالوس كيروش قالي تعالى خش معنا المعسكر هتلعب معنا المطش الجاي هعرف اخش في المنظومة بتاعته ليه هو عامل منظومة فاي لاعب احنا خدنا على كده مع كالوس كيروش ايه يقولك ايه هحط لك عمر جابر اهلا وسهلا هيقدي هحط لك عمر كمال عبد الواحد يا سيدي هحط لك امام عشور يمسك منيف مباراة نهاية افريقيا هيقدي هنزل لك مهند لاشين تمام خد دونجا النهاردة يلا ياسر ابراهيم تمام اي لاعب بيشارك في منتخم مصر مع كالوس كيروش بيتقلق وبيخش المنظومة ليه عشان اي لاعب في منتخم مصر ما بيواجهش حد لوحده هو محمي طول الوقت يعني ياسر ابراهيم هيبقى وراء عمر جابر ومعاه محمد النني الونش هيبقى معاه فاتوح ومعاه عمر السورية وحمدي فاتحي موجود هتلاقي اتنين لعيبة تلاتة لعيبة حوالين بعض طول الوقت دي منظومة كالوس كيروش الدفاعية بتحمي كل مدافع وتخليه يطلع بشكل كويس عشان ما بيلعبش واحد ضد واحد مدرب ناجح ومدرب رائع وكل خطوة بيمشيها مع منتخم مصر هي خطوة ناجحة وخطوة رائعة وخطوة عظيمة تحسوا كده النهاردة وهو واقف مع اللاعبين قبل بداية الشوت التاني وهم بيقروا الفتحة وبيتكلموا في تعليمات الموديل الفني وهو واقف وسطيهم تحسوا من روحنا تحسوا مننا تحس خلاص الراجل شرب من لها الله يا الواحد فرحان والله يا الواحد على قد ما كان مضغوط النهاردة كلنا كنا مضغوطين وإحنا منفرج على المباراة الواحد كمية توطر مش طبيعية مش هادر هايز المباراة تخلص كان نفسي المباراة تبدأ بعد ما بدأت نفسي تخلص ضغط عصبي ونفسي مش طبيعي بالمناسبة الضغط العصبي والنفس اللي عليك وعلي وعلينا كلنا كمصريين وإحنا عايزين نشوف منتخبنا إن شاء الله كسبان ووصل لكياس العالم تخيل بقى عشرات الأضعاف ضغط على اللاعبين والمدرب فأي لمسة شايفها غلط تخيل ده الضغط اللي عليه عامل إزاي أي موقف دفاعي كان غلط أو موقف هجومي من السليم تخيل الضغط اللي عليه إزاي ضغط ضغط كبير قوي خاصة أنت كمين بتلعب مع منتخب قوي جدا إحنا قدام الكونغو التصفيقات اللي فاتت بنلعب وإحنا مضغوطين جدا وبنلعب قدام الكونغو بالمقارنة طبعا بالمنتخب السنغالي لا شيء أنت النهارة تلعب مع منتخب قوي وعليك نفس الضغط واكتر شويتين تلاتة طيب تعالوا نشوف ردود أفعال الناس في الشارع المصري بعد فرحة الفوزي النهاردة الناس مبسوطة أنا رأينا جاي شايف عيون الناس مبسوطة فرحانة مرتاحة شوية هدية شوية لسه فاضل خطوة وخطوة كبيرة جدا في دكار في السنغال بس دينا خدنا خطوة لقدام خدنا خطوة قربنا الكاس إلى العالم تعالوا يعني نشوف ردود أفعال الشارع المصري في القاهرة والجيزة تحديدا مع مرسلنا أو مرسلنا الأعزاء كريم بيبرز من القاهرة ومحمود جميل من الجيزة صباح الخير يا كريم صباح الخير يا محمود ومليون مبروك كريم قولنا إيه الأخبار عندك عشان أسامع الناس مبسوطة اليوم مبروك طبعا للشعب المصري وليه المنتخب المصري يمكن مباراة فعلا كتعصيبة النهاردة الحقيقة أنه المنتخب المصري يعني إحنا شفنا يعني بنفسنا قد إيه هم لعبوا برجولة قد إيه هم لعبوا بروح كان فيه قلق كبير جدا من الشارع كان فيه قلق كبير جدا من الجمهور أنه استنغال فريق قوي جدا سود الديرانجة يعني دايما ليهم بصمتهم خصوصا في الفترة دي ولكن الحقيقة كمان التواجد الجماهيري في الاستاذ النهاردة كمان التواجد الجماهيري في كل المقاهي يمكن في النواة دي أنه النهاردة في نادي النصر في مصر الجديدة كان فيه إقبال من العائلات من الشباب من الأطفال فعلا كان النهاردة كلهم متحفزين جدا عندهم سقف التفاؤل كان عالي جدا كان عندهم أمال كبيرة جدا يمكن كان عندهم أمال أنه النتيجة ما تبقاش واحد بس لا كمان تبقى اثنين وتلاتة كان عندهم كمان طموحات كبيرة جدا في اللعب الكبير محمد صلاح ولكن زي ما هو قال وزي ما كلنا لازم نكون عارفين نحن بنشجع المنتخب كله حقيقة النهاردة المنتخب كان على قلب رجل واحد يمكن يعني المنتخب في الدقايق الأولانية بالفعل الضغط الكبير ومع حافز الجماهير ومع الحماس قدر أنه هو يحط الهدف الأول عن طريق محمد صلاح وكان أكيد الهدف بشكل معاكس من فريق السنغال ولكن بعد كده زي ما احنا تابعنا مع بعض المتش كان يعني فيه ضغط كبير من المنتخب السنغالي تكيد ده اتنقل للجماهير وشفناها معاهم كان فيه قلق كان فيه تفطر كان فيه شدة أعصاب لكن كل فترة كده كان مع كل هجمة أو خطفة بيختفها المنتخب المصري وصولاً لحارس المارمامان دي طبعاً كنا بنلاقي ردود أفعال كبيرة جداً حماس كبير جداً من الناس الشباب كانوا قلقانين لكن مع الهدف الأول زاد حماسهم زاد تفاولهم قالوا لأ احنا واضح ان احنا نقدر نعمل أكتر من كده كمان التاريخ يمكن دايماً المنتخب مصري بلعب بتاريخه أكتر وكمان بلعبته المرة دي الناس بعد الهدف الأول فعلاً كانوا متحمسين جداً وكانوا متتظرين هدف تاني وتالت طبعاً دي نتيجة بالنسبة للناس لما تكلمت معاهم طبعاً ما بين الشوطين وتكلمت كمان معاهم بعد المباراة طبعاً فرحة كبيرة جداً جداً الناس مبسوطة جداً في الشارع الناس مش مصدقة الحقيقة يعني قالوا ان الماتش ممكن يخلص بالتعادل مثلاً يعني لو قدرنا نجيب هدف في ناس على الناحية التانية قالوا لا الجمهور هيساعد وهنجيب هدفين وتلاتة واربعة لكن في كل الاحوال كانت نتيجة مطمئنة بشكل أو بآخر للجمهور وعندهم أمل كبير يوم التلاتة القادم ان احنا نعمل ماتش أحسن في ناس بتقول ان احنا نعمل ماتش كمان أحسن من كده لكن أكيد كان فيه بساً شوط الأول كان فيه تعليقات كتير من الجمهور على عمر جابر قد ايه هو كان من وجهة نظرهم يعني حسوا انه لأ محتاج يشتغل أكتر حسوا ان الجابعة بتاعته كنت ضعيفة شوية الحقيقة انه في الشوط التاني كان فيه ضغط كبير جدا من السنغال الناس بالعكس أشادت بأداء عمر جابر فإذا حتى يعني كان فيه دقاش حول اللعيبة بعينها لكن كل اللعيبة النهاردة أشادوا بيهم الحقيقة وأشادوا بأداءهم في البلعب وكمان كان عندهم طموحات كبيرة لما لقوا بداية التشكيل اللي كان دايما كيروش بفاجئنا كان متعودين دايما التشكيل بداية بين مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح يعني تاريخ مصر في الفين وطمانتاشر لما قدرنا نتصعد لكاس العالم عن طريق بردو تريسي جي محمد صلاح الحقيقة فقالوا يمكن دي علامة معينة وفعلا النهاردة كان الهدف الأول لمحمد صلاح وأول بصمة لمنتخب المصر للتأهل لكاس العالم في قطر الفين اتنين وعشرين الفرحة كانت مالية النادي ومالية الشوارع وإن شاء الله تكمل على خير إن شاء الله يوم الثلاثة الجاي إن شاء الله كريم بيبرز من القائرة أنا بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك بعد هذه المواجهة الكبيرة بين مصر والسنغال طيب من القائرة إلى الجيزة نروح للزميل عزيز محمود الجميل يقول لنا أجواء وكواليس ما بعد هذه المباراة من جماهير الكرة المصرية فضل يا محمود أهلا بك كريم وبكل مشاهدي ومتابعي برنامج رقم عشرة مليون مبروك لكل المصريين فرحة كبيرة النهاردة يعني عشها الجمهور المصري بعد فوز منتخب مصر على السنجال بهدف لنجمنا الكبير محمد صلاح الحقيقة حالة الألأ اللي كانت موجودة لدى الجماهير في بداية المباراة تحولت لفرحة كبيرة جدا طبعا بعد انتهاء المباراة في البداية عايز أقول لك أن الجماهير المصرية النهاردة كانت بتساند المنتخب المصري في كل مكان موجود سواء هنا في الجيزة أو حتى في القاهرة استاد القاهرة وإن كان قد يعني امتلأ بالجماهير الأماكن كمان الخارجية والنوادي والأهاوي كلها كانت موجودة بتشجع المنتخب المصري وكل الفئات كانت موجودة الحقيقة النهاردة يعني احنا كنا في المركز الولمبي لفي المعادي عفوا كان موجود فيه طبعا فئات كتير جدا من السيدات والشباب والبنات والرجال كبار السن فطبعا كان فيه مؤسرة جديدة جدا كانت روح التفاؤل بدأت بأول طبعا الدقايق الأولى من الشوت الأول خاصة بعد ما محمد صلاح أحرز الهدف الأول عفوا بعد ما محمد صلاح طبعا أحرز الهدف الأول كله بقى عنده طبعا جرع التفاؤل كبيرة جدا أنه يعني ان شاء الله هنحقق فوز كبير جدا بعد طبعا ما أحرز محمد صلاح الهدف بقى كله بقى بيتمنى أن الشوت الأول طبعا ينتهي بهدف آخر لكن يعني الحمود شجلك النهاردة كنت بتشجع بدون تسجيل أي أهداف لمنتخب السنغال وبدأوا طبعا التشجيع يستمر في الشود التاني دي حقيقة والله يا كابتن كريم يعني الحقيقة إحنا نفسنا يعني كمرسلين كنا قاعدين بنشجع بروح كبيرة جدا مع الجماهير وعايز أقولك أنه خاصة بعد كمان الهدف بتاع صلاح بدأنا نشجع بكل قوة وبكل روح عندنا علشان كان نفسنا كمان والجماهير كان نفسها طبعا أن احنا نحقق كمان هدف تاني خاصة في الشوت التاني أن كان فيه بعض بعض الفرص القوية المنتخب السنغال فكنا ألقانين شوية والجماهير كانت ألقانا وكانت بتتمنى كمان أن قبل انتهاء الشوت التاني أن احنا نقدر أن نحنا نسجل ولو حتى هدف كمان لكن الحمد لله طبعا يعني بنهن كل المصريين النهاردة بنفوز الجماهير كانت موجودة يمكن أشادط طبعا أنهم بيقولوا أن الماتش الجاي إن شاء الله هيكون صعبة أكيد لكن إن شاء الله كلهم عندهم ثقة في المنتخب المصري أنه هو يقدر يفرحنا تاني ونرجع طبعا لأجواء 2018 ونرجع لأجواء 2006 لما يعني كسبنا طبعا السنغال بهدفين مقابل هدف فبالتالي الفرصة موجودة إن شاء الله أن احنا نفرح تاني يوم الثلاث فكان أجمل حاجة في اليوم النهاردة هي الجماهير سواء في السادق قاهرة أو حتى الجماهير اللي احنا كنا بنشوفها في الشوارع بعد ما المباراة انتهت على طول كانت طبعا السيارات اللي بتمر في الشوارع الناس حقيقة مبسوطة والناس فرحانة إن المنتخب المصري قدر يحقق يحقق فوز النهاردة على الرغم إن هما كانوا منتظرين طبعا إن هو يحقق يعني أهداف أكتر من كده لكن طبعا هما مبسوطين إن المباراة انتهت طبعا بفوز المنتخب المصري وبيؤكدوا على إن هما مستمرين في تشجيع ومؤذرة ومساندة طبعا المنتخب المصري في المباراة القادمة محمود جميل زمان العزيز من البيزة أنا بشكرك شكرا جزيلا والشكر موصول أيضا لزمان العزيز كاريم بيبرز من الكاهرة وردود أفعال الجماهير بعد فوز منتخبنا الوطني على المنتخب السنغالي نقطة مهمة جدا النهاردة من الصبح الأعلام والناس اللي بتبيع الأعلام في الشارع الناس كلها بتشتري أعلام الناس كلها حطة على عوبيتها أعلام مصر الناس كلها حطة على بيوتها أعلام مصر الناس النهاردة كلها بتقول السلام الوطني ولعبة منتخب مصر بيقولوه قبل مباراة السنغال الفرحة حلوة الفرحة حلوة ومفيش بعد الفرحة أي كلام يتقال فرحة حلوة والله في ناس كده بعيد عنك يا عم بعيد عنك شوية ناس صغيرة كده كئيبة حب الكياب حبش تبقى مبسوط احنا وحشين قوي احنا سبنا السنغال ليه تهجمنا النهاردة احنا ليه منتخب مش جامد ايش معنى هم جامدين واحنا لأ ايش معنى هم عندهم أسماء في أوروبا واحنا عارفين انتوا الناس دي الناس اللي هو ايه تبقى كذبان هتنكد عليك تبقى خسران كده كده هتنكد عليك اللي هو هتنكد عليك وخلاص احنا مبسوطين فرحانين بمنتخبنا فرحانين بالجولة منتخبنا بالمناسبة هقول شوية حاجات تفاصيل اول واحدة بس عشان نخطعها على جب ليه احنا ما عندناش محترفين كتير ليه عضايا وكصص نبقى نحكي فيها بروحيطنا لما نوصل كاس العالم ان شاء الله ومنتخبنا يبقى موجود في كاس العالم 2022 مش وقتها دي خالص هنقول ليه بقى ما عندناش محترفين ليه ايش معنى هم عندهم مش عارف ناس في باريس وناس في واتفورد وناس في ليفربول الكصص الكتير اللي بنقعد نحكي فيها ده في وسط ما احنا مبسوطين حطها على جب فيه بقى نقطة في منتهى الاهمية انت بتبقى عارف خدراتك وده شغل المدير الفني يعني ريال مدريد قدام باريس سان جرمان في ممبرات الزهاب سيباك ان ريال مدريد كسب بعد كده باريس سان جرمان في ممبرات العودة وليها تفاصيل في ممبرات الزهاب قدام باريس سان جرمان في دورة ابطال اوروبا كان بيلعب عند منطقة كازاؤو ريال مدريد اعظم فريق في التاريخ بحكم البطولات والانجازات والحاضر وتاريخ كل شيء كان بيدافع في منطقة جزاؤو ليه؟ عشان قدرات باريس سان جرمان في اللحظة دي كان يتعلى منه فالمدرب لو قال له انشلوتي قالك لا انا هلعب على حسب امكانياتي انا مش هقدر اجاري سرعات باريس سان جرمان ولا امكانيات باريس سان جرمان فهقف ادافع واخد من مطش الزهاب ده نقطة اتخطف صحيح بكورة في ديار 94 من كاليان بابيه بس حاول يلعب على امكانياته مقدرش يهاجم رغم انه هو ريال مدريد منشستر يونيتد هو بيلعب منشستر سيتي هتلاقيه ومنشستر يونيتد التاريخ تاريخه اكبر واهم من منشستر سيتي هتلاقيه بيدافع قدام منشستر سيتي عشان يحاول يئم يتعادل يختف جول عشان هو فيهم انه منشستر سيتي في اللحظة دي اقوى منه مبارح مجدونيا بتدافع قدام منتخب ايطاليا العظيم بطل اوروبا عشان فاهمة وعارفة ان منتخب ايطاليا اكيد اقوى منها فدفعت وقدرت تخطف هدف في الاخر هي القصة مش انت منتخب كبير ولا منتخب صغير اللحظة دي اللحظة دي سيبك من التاريخ ما تتكلمش لقتي على التاريخ انت في ارض الملعب يعني من فقه شكالوس كيروش ينزل يقول ايه انا منتخب مصر احنا اللي تاريخنا عظيم وتاريخنا كبير واجبل من اي منتخب افريقي فانا ههاجم لا اه هو بيبص على عناصر واسماء هنا وهنا بيبص على امور بدنية امور فنية يهزية في بعض المراكز اكتمال في بعض المراكز ويبدأ يقيس طريقة لعبه وشغله الفني في المباراة انت بقى كمدرب وانتو كلاعبين نجاح كوي بقى امتى انك تقدر تكسب او تحقق اللي انت عايزه مهما كانت امكانياتك قليلة كبيرة متوسطة تتعامل مع الوضع بشكل حقيقي لكن الحاجات دي هي مش قصة انه يا عم احنا تلت بطولات افريقيا اه مال ده اللي انا بلعب فيه انا في قارض الملعب دلوقتي عندي منتخب لو هاجمته بشكل كبير جدا عنده كمية سرعات مرعبة يمين واشمال وفي النص وورا كل الفريق بيجري لو هاجمته وخطرت وخدت ريسك ممكن يخش فيها هدف واثنين وثلات هتفرحين تباية كمدرب وتقول لي انت مدرب محترم وهجومي مدرب هجومي محترم عشان بهاجم وسام خطة فاعي وخط النص بتاعي واجهة غريب هدفين وثلاتة واربعة طب بمناسبة ريال مدريد ريال مدريد كان لسه بلعب مع برشلونة الكلاسكو حالكو بيتطفروا كلكو على كرة عالمية لسه كان بلعب ريال مدريد في برشلونة وريال مدريد كان بلعبه في الكلاسكو برشلونة كسب اربعة طب كسب اربعة ازاي عشان ريال مدريد قرر يهاجم بتوني كروس ومودريتش اتنين في نص المرعب وفضل نص المرعب وفضل اجناب وفضل بكات وعمل حاجات غريبة انشرتتي في هذه المباراة عمل غلط ليه انه تعامل في هذه اللحظة ان برشلونة اضعف منه لما تعامل ان برشلونة اضعف منه او على اقل في نفس القوة خسر اربعة عشان انا انا جامد فانت النهاردة كان ممكن تقول انا جامد تقعد تهاجم تسعين دقيقة ما انا بلعب بقى في الكهرة وعلى ملعبي وسط جمالي فاقعد هاجم تسعين دقيقة تخسر بهدفين ولا تلاتة ولا أربعة لا قدر الله ساعتها نقول اه لا انا برفع لي انه هو بيهاجم المهم انك انت كمشجع تبقى عارف امكانياتنا وعارف امكانياتهم هل ده بيبقى العادي يعني هل السنغال على مدار تاريخها كان منتخب قوي جدا لا بس هي عندها جيلة دلوقتي قوي جدا هل منتخب مصر طول الوقت كان بيدافع وبيلعب بحرص لا عنده اجيال كانت عظيمة جدا وبتهاجم هل البرازيل طول عمرها برازيل ما بيجلهاش اجيال سيئة هل الارجنطين ما بيجلهاش اجيال سيئة هل اسبانيا ما بيجلهاش اجيال سيئة هل ايطاليا اللي بتعاني دلوقتي هجوميا ودفاعيا البطريتوريولو اللي بتخرج من كاس العالم ومتشاريش كاس العالم لمرتين متليتين هل ايطاليا طول حياتها كان منتخب سيئ هي تفاصيل واجيال طيب هل اصلا الجيل بتاعنا دلوقتي ده جيل سيئ لا بس بالمقارنة مع المنتخب السنغير هو جاهز اكتر طيب الاهم ايه بقى انا بالنسبة للاهم ايه الاهم ان انت كمنتخب مصر في كل الظروف دي يجيلك جيل قوي يجيلك جيل مش قوي يجيلك جيل متوسط يجيلك جيل ضعيف يجيلك اي جيل بتقدر تتعامل مع كل الظروف والمدرب اللي معنا دلوقتي مدرب زكي زكي بيتعامل مع كل الظروف اصابات غيابات امور بدنازل اللي شفناها في كاسورنا في كاسورنا في كاسورنا بيعرف يتعامل وبنكسب فانت ما تفضلش طول الوقت تجلد في ذاتك اللي هو نيجي للعب البرازيل يقولك لا انت ايه ما هجمش ليل برازيل يا سيدي بالراحة بس هنقعد نحسبها مع بعض حسبة كده نقعد مع بعضينا ونتكلم ليه البرازيل فرق عننا ونشوف نقدر ازاي نطور ونبقى احسن ونجيب كل المنتخبات ونبقى زي المنتخب السنغال على فاكرة السنغال بالمقارنة بكل منتخبات افراقية هو منتخب استثنائي النهاردة بالمناسبة تونس بتكسب خارج ملعبها النهاردة الجزائر بتكسب خارج ملعبها النهاردة المغرب بتتعدل خارج ملعبها بالزكاء بالزكاء مش عشان امكانيات عظيمة طبعا عندهم امكانيات عظيمة واحنا عندنا امكانيات محترمة بس السنغال منتخب قوي جدا كامل زي ما قلتلك هي الفكرة انه اي منتخب افريقي لعبته على مر تاريخك بأجيال مختلفة كان بيبقى عنده صغارات تحديدا في خط الدفاع وفي حراس المرمى النهاردة بجانب الشكل الهجوم القوي جدا لمنتخب السنغالي ووسط ملعبهم القوي جدا هم عندهم خط الدفاع وحرس مرمى افضل حرس مرمى في العالم خلينا مبسوطين وهديين وفرحانين عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله مباراة اليوم الجمعة عشان ذكرتها دلوقتي في التصفيقات الافريكية المؤهلة لكأس العالم مصر فازت على سنغال 1-0 هدف ساليوسيس هدف في مرمى بعد ما الكرة ارتضمت في العرضة من صلاح ورجع الساليوس ودخل في مرمى بالخطأ قد ترخيره جمهورية الكونغو اتعادلت واحد واحد ومتقدمين واحد سفر في الديئة 12 عن طريق يوان ويسا في الديئة 55 اهضر ريان ماي ضرب الجزاء للمغرب وفي الديئة 76 احرز طارق السودالي هدف التعادل للمغرب تونس فازت على مالي خارج ملعب واحد سفر وموسيسيوكو كان هو بطل هازي المباراة لعب مالي في الديئة 66 سجل هدف في مرمى بعدها باربع دقائق خرج بره الملعب مطرود خسر فرقته النهاردة والحمد لله عشان نفرح بمنتخبنا اشترك المنتخب التونسي فوز خارج الارض النهاردة الجزائر ايضا فازت على الكاميرون خارج ملعبها في الكاميرون هدف الجزائر جي في الديئة 40 عن طريق اسلام سليماني هدف ايضا يقرب جدا الجزائر لكأس العالم زيما بيقرب تونس النحاة تانية لكأس العالم وغانا ونجيريا تعادلها سلبيا بدون اهداف غانا صفات امريكا الجنوبية المؤالة لكأس العالم رجوي فازت 1-0 على بيرو وكولومبيا فازت 3-0 على بوليبيا وبرجوي فازت 3-1 على الاكوادور والبرازيل فازت بربعية نظيفة على المنتخب الشيدي مباريات السبت ان شاء الله ان شاء الله هتبقى فيه ايضا مباريات مهمة يوم السبت هتقولنا يا جمعة مباريات يوم السبت كأس مصر دول 32 الساعة 6 في ودشر هيواجه منتخب السويس وتصفات امريكا الجنوبية المؤالة لكأس العالم الأرجنتين وفنزويلا الساعة 1 ونص الصباح عايز اقول حاجة في منتهى الاهمية تخص منتخبنا الوطني ودي حاجة اخيرة هتكلم فيها على منتخبنا الوطني ادعموا يا جماعة لحد يوم الثلاث بلاش بقى الكلام اللي هو بتاع اصلا عمر كمال احسن من عمر جابر واصلا عمر جابر مش لازم يلعب المباراة اللي جاية لا اصلا محمد انني ما كانش جاهز فاي رأيكو بقى الناعب دونجا ولا اللعب اي لعب تاني في نص الملعب ولا ننزل زيزو فين زيزو يا جماعة كان لازم ينزل طيب فين مرموش يبدأ هو المبرامة يبدأش المصطفى محمد بلاش الكلام اللي يوقع الهمم ده خلوا الناس كلها رجالة كلهم لعبين رؤيين سيبوا الامور تمشي كلها يومين ثلاثة يومين ثلاثة وان شاء الله نبقى في كاس العالم واللي عنده حاجة في قلبه يقولها بس نوصل كاس العالم الاول دلوقتي مش وقت الكلام مش وقت مين احسن ومين اوحش مين عمل ومين ما عملش دلوقتي وقت الدعم والمسندة الدعم والمسندة لمنتخب بلدنا يعني دعم ومساندة لمنتخب بلدنا مش بندعم نادي وإن كنا لو دعمنا نادي في مصر وبيلعب في الوقت الخارجية ده برضو واجب فسنحن ندعم منتخب مصر اللي احنا كلها منحب وكلها منتشجعوا فطبيعي ندعم منتخبنا نشجع منتخبنا نحب بلدنا ونحبها قوي من قلبنا طيب كارت كيروش بعد المبرأة للمحمد عبد المنعم تعرض لكسر فيه الأنف وهيحتاج لعملية جراحية سريعة عبد المنعم كانت توجه لأحد أو أحد المستشفيات لإجراء البحوصات اللازمة بعد إصابته في مبرأة السنغال في كرة مشتركة مع ساديو ماني والغريب إنه الرغم الكسر كان بيحاول يرجع المبرأة كل شوية كل شوية عايز مصمم يلعب المبرأة بحيب أنا الروح دي بحيب أنا الروح العظيمة دي هو في المستشفى ومحمد عبد المنعم المكاتب بيقول يا رب يا رب بتلحق المبرأة اللي جاية يا رب معرفش طبعا الحاجات دي بتاخد وقت دي لسه هنعرف من طبيب المنتخب بكرة إن شاء الله الوضع هيبعمل إزاي عشان برضو المدير الفني وطبيب المنتخب ما قالوش هيغيب قد إيه بس في كل الأحوال عندنا ياسر إبراهيم موجود اللي وانتش خلاص هيغيب للأسف بسبب الإنذارات عندنا ياسر إبراهيم موجود عندنا أيمن أشرف موجود عندنا محمود علاء موجود كلهم واسقين فيهم كلهم واسقين فيهم كلهم رجالة بعد المبرأة كروش قال في المؤتمر الصحفي إن المبرأة كانت صعبة جدا على المنتخبين زي ما توقعنا قبل اللقاء إحنا في مرحلة أو المرحلة النهائية من الصفيات وأمر طبيعي أن تكون معقدة بهذا الشكل المبرأة كانت منقسمة بين الفريقين بدأنا المبرأة بشكل جاي للغاية وتحكمنا في إقاع اللقاء بعد ذلك حاولنا السيطرة على خطورة السنغير والحد من خطورتهم وكان ده أو كاننا احنا تركيزنا الأكبر في المبرأة سجلنا هدف في الشوت الأول وده وضعنا تحت ضغط الهجمات المتتالية من فريق السنغير وده أمر طبيعي في المرحلة دي من التصفيات وقال إن تكاتف اللعبين ساعدنا كثيرا على المرور من ضغط السنغير بأمان ونجحنا في ضغطهم مع نهاية المباراة وده بفضل اللعبين وتكاتفهم لدينا أفضل المحاربين وفريق متحد اللعبون يستحقون التحية على هذه المباراة وسنركز الآن على المباراة المقبلة هناك في داكارس هنذهب وكان النتيجة سفر سفر وإذا قتلنا هنا بنسبة 100% علينا أن نقاطر هناك بضعف المجهود والإرادة ويجب أنه دافع وكأننا نمتلي 15 أو 16 لعبا داخل الملعب وبصراحة أنا بحترم كلوس كريوش جدا جدا مدرب تكتكيا وفنيا زكي جدا تحديدا في الأمور الدفاعية منتخب صامد تقول منتخب صامد هتقول لي ما احنا بيجي علينا كرات آه يعني بس يعني مش سيل كرات يعني بيجي لك هجمتين تلاتة يعني فيهم خطورة في المباراة وده رقم معقول جدا لما تلعب منتخب بقوة المنتخب السنغالي أنت روحت كمان في الآخر مرموش إدى واحدة حلوة قوي في الآخر وتريزي جي برضو إدى واحدة ضعيفة شوية في الآخر كنت ممكن تخطف أنت كمان هدف تاني تبتلعب مع منتخب قوي ما تستناش إنه هيبقى مستسلم ده بيلعب هو كمان زيك بالزبط على بطاقة واحدة للمنديال يا أنت يا هو فخلاص يعني مش هيسيب المباراة مش هيسيبها بسهولة يعني تستناش إنه أي منتخب هيسيب حاجة زي كده بسهولة أبدا ما بيلك أنت منتخب زي المنتخب السنغالي وفطبيعي كان يضغطك في بعض فترات المباراة حتى لو بعض فترات المباراة دي طالت شوية على مدار التسعين دي ولكن كنت صامد وراجل أمتكلم على كل لاعب في منتخب مصر قال يوسيسي المدير الفني المنتخب السنغال قال في المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر خطف الفوز من الفرصة الوحيدة التي سنحت له لا مش فرصة وحيدة وإن المباراة كانت متكافأة إلى حد كبير بين الفرقين ولم يكن لدينا فعالية على المرمى قال كمان إنه تكلم مع لعبيه وقال لهم ارفعوا رؤوسكم هناك مباراة أخرى أمام جمهورنا وسيأكد إن الجمهور المصري أثر على أداء لعبيه بالأياب لعبي المنتخب المصري وإن جمهور بلاده هيكون مؤثر في لقاء العودة قال كمان إنه لعب بشكل جيد ونجح في إدارة الموراة لكن المنتخب السنغالي افتقد الفعالية الهجومية أمام المرمى وإنه هيعمل على تصحيح ده في المباراة اللي جاية لكنه في المجمل راضي عن الأداء ومش هيغير أي لاعب في المباراة اللي جاية تصرحات منطقية تصرحات منطقية وزكية وإن كان منتخب مصر سنحت ليه فرصتين كمان يمكن غير فرصة الهدف كنا ممكن نسجل هدف تاني وسنال قيدة كم ممكن نسجل ولكن هو القدر هو الجمهور العظيم هو اللاعبين الرائعين هو الجهاز الفني الكبير لمنتخب مصري كلام كثير عن منتخبنا الوطني وفوزه الرائع اليوم على المنتخب السنغالي مع الكابتن الكبير نجم منتخبنا الوطني الأسبق الكابتن عبدالسطار صبري واحد من أحرف لعب الكرة المصرية على مر التاريخ وأيضا الكابتن الكبير كابتن أحمد أيوب المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني ودايما دايما حلوة بلادي والله العظيم الفرحة حلوة الفرحة تشرح القلب كده وتخلي الواحد قاعد مبسوط والانبساط يزيد أكتر لما يبقى معايا ضيوفي في هذه الفقرة اتنين من نجوم الكرة المصرية الكبار جدا الكابتن الكبير كابتن عبدالسطار صبري نجم منتخبنا الأسبق كابتن عبدالسطار مشرف ومنور أخبر حضبك كله كويس وأيضا الكابتن الكبير كابتن أحمد أيوب بنجم منتخبنا المصري الأسبق وأيضا المدرب العام السابق منتخبنا الوطني يا كابتن أحمد مشرف ومنور ومن يوم مبروك مبروك لمصر وسعيد وجودي معاك وكل سنة وحضبك طيب يا كابتن أحمد كابتن أحمد كابتن عبدالسطار الفرع حلوة النهارة طبعا الواحد أعصابه راحت طبعا المبروكة كان صعب لا مبروكة مهمة بالنسبة لنا بعدين منتخب منظم منتخب عنده لعيبة محترف على أعلى مستوى جامدة جدا وبعدين إحنا فيه طار يعني اعتبر إيه الطار اللي كانت مبروكة النهائي اللي عمنا في نهاية أفريقيا كان مع منتخب السناجيل يعني إحنا طالبنا في النهائي نهاردة كان فيه حسابات تانية جتير أول منتخب مصر إن إحنا لازم نرد الاعتبار لازم نكسب المبروكة الأولانية بالنسبة لنا مهمة جدا هي الأهم إننا في ملعبنا في وسط جمهورنا والحمد لله نهاردة نديجة إيجابية ونروح هناك إن شاء الله ربنا يسايا إن شاء الله بس إما حاجة إن إحنا خدنا الهدف إيه خدنا نقطة الأولانية الخطوة الأولانية دي تنتنسيقها بشكل كبير جدا يبقى إن شاء الله بإذن لقات ليه في حافز كبير جدا في خلاص إحساس بالخلاص قربنا للمنديال إن شاء الله وربنا وفع إن شاء الله بإذن لي اللي أحلم الهدف النهاردة كابتال أحمد إنه ما دخلتش فينا هدف يعني عملا أقول يا رب نحافز على الهدف ده وبس على كده مش لازم يجيب تاني بس على قل ما يخشش فينا هدف طبعا أكيد يعني في البداية خلينا أقول يعني ألف مبروك للمنتخب كل الشكر للجمهير المصرية الكبيرة اللي حضرت النهاردة صحيح وكانت مالية لإستاد وأزرت المنتخب من أول دقيقة لآخر دقيقة عملت روح وبسمة وبهجة بقنا كتير ما شكناش الفرحة دي ولا المنظومة دي في إستاد القاهرة مليان وجميل ومليان الشكل حلو شكل الناس حلو صح وشوش الناس حلوة أيوة فده الجميل النهاردة في المدرجات بالإضافة أنك عندك مباراة من شوطين خلصت الشوط الأولاني وكان عندك هدف حققته بنسبة كبيرة جدا أنك تكسب ده مهم جدا أنك ما يدخلش فيك هدف ده أهم لأن أنت منتخبك ولعبتك بالقدرات اللي عندك سهل جدا تحرز هدفينك حتى لو السنغال يعني أحرزت ولكن بالقدرات اللي عندك واللعب اللي عندك والسيستم اللي أنت بتلعبه الفترة الأخيرة سهل جدا تحرز هدف في السنغال وده يسهل لك المهمة بشكل كبير عشان كده احنا بنقول النهاردة المكسب ده مهم جدا مش عاوزين نتكلم في أي تفاصيل بعيدة عن المكسب لأن احنا عندنا لسه نص المشوار يوم الثلاث لازم نتفكر إزاي نرجع وإحنا خلاص فقط وحالك ندرب وأكيد أي مطش بتلعبه في حياتك بيبقى فيه إيجابيات وفيه سلبيات أكيد إحنا مسكين في الإيجابيات اليومين دول وأنا قلت كده في المقدمة هنمسك في الإيجابيات والسلبيات هنتكلم عنها ونفضفض فيها بعد إن شاء الله ما نصعد لكات العالم ونقول لنحسن إزاي لكن هو دلوقتي فعلا هو وقت الإيجابيات بس أي مباراة في الدنيا هلأك يا ما دربت وإيما اشتغلت أكيد فيه مباراة وانت طالع حتى لو كسبان بتبع عندك سبابة تجيب تنده للاقيبة بس لما يكون عندي مباراة بعدها بتلات تيام ما ينفعش أتكلم على سلبيات خالص خاصة إن أنا لما يكون عندي مباراة بأخذ منها الهدف بنسبة 80-70% يبقى أنا يعني بنسبة كبيرة حققت يعني هقدر أوصل للي أنا عاوزه فما ينفعش أتكلم في سلبيات وانا عندي لسه مباراة بعد تلات تيام ممكن أتكلم في أخطاء في جوه جوه كمدرب جوه المعسكر مع اللعيبة في اللي حصل وأنا عاوز أعمل المباراة الجاية وتلاف الأخطاء دي ده كلام هيبقى في الغرف مع المدرب والجهاز الفني واللعيبة بس إحنا وإحنا بنتكلم لأ المنطق بيقول المنتخب قد مباراة مش جيدة فنيا ولكن بالنسبة للهدف أنا خدت اللي أنا عاوزه وخدت اللي أنا عاوزه وبنسبة كبيرة فلازم أقول لهم مبروك النهاردة ومستنين كنت فرحونا في المورجة إن شاء الله طيب كنت أبسطر حرك كنت في المدرجات كنت في المدرجات انبساط وحماس أولا أكيد أنت انبساط إنك شاف الأستاذ مالين حواليك طبعا كان يعني آخر مرة شفت المدرجات كانت طبعا في الأومة أفريقية لما كانت هنا في 2019 كان نفسنا طبعا الجمهور يرجع بشكل أقوى طبعا في المرشاد الدوري يبقى مرشاد الأهل والزمالك 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 والمرشاد الأفريقية للمنتخب بس النهاردة حسيت فعلا إن الجمهور النهاردة نفسه يفرح نفسه يفرح بشكل كبير جدا النهاردة كان فيه تشجيع مثالي وتشجيع من أول ديلغات آخر دقيقة واللي حصل إنه إحنا البداية كانت قوية جدا بالنسباننا وده أثر وده للعيبة أجبنا جون بدري كمان فرع معناه كثير هدف الموكلة طبعا طبعا اللعبة كمان عايزة تاخد السقة أنا كنت حاس بي مهمة في التسخين كمان أما بيسخنوا آه شايفين الجمهير أول مرة يشوف الجو ده بشكل كبير أو بالنفترة بالنفترة ما شافوش عشان كده لما إيه البداية المباراة اللي ما بتدد منتخب مصر كان مع ضغط الجمهور مع التشجيع يعني ليد الروح المعنوية منتخب مصر إنه بادي بشكل قوي جدا وجب نجون وده اللي قاله كمان إيه نسا كروش طبعا في التصريحات بتاعته قال لك الفريق بيلعب آه المتخب بيلعب بس إيه بارتو الجمهير ليه دور كبير قوي هو اللي يلعب معنا يعني الدور التاني بتاع الجمهور وطلع حصل النهاردة حسيت فعلا إنها أنا كنت مستمتع جدا الحمد لله يعني النهاردة كان النتيجة أجابية جدا بالنسبة لنا اللعبة كان المركزة كمان إيه جب نجون تحافظ عليه كان فيه فعلا آه فيه كان فيه شوات أخطاء وبتالي حاجات ده كله بس ده ودع يعني عادي جدا عشان أنت بتلاحي فرق كبيرة قوي فيه طبعا فيه استعجال فيه رهبة أنت تلاحي منتخب قوي منتخب حصل على أمة أفريقية عشان كده النهاردة كان عمليل حساب للمنتخب يستمع بشكل قوي إنه نحن نطلع بالنتجة أجابية صحية الحمد لله النهاردة عملنا الدور الأولاني بشكل قوي جدا الماتش الثاني أنا متأكد مليون في المية أبي فيه رتياحية أكتر فيه رحين خلاص إحنا كسبنا المباراة ومصند لهم هم طبعا يبقى فيه ضغوط عليهم كتير قوي فيه مشاكل وفيه يعني عندهم ضغوط جمدة جدا إنهما مغلوبين الماتش الأولاني إحنا منتخب مصر يبقى فيه هدوء إن شاء الله يبقى أحسن وتركيز أكتر حتى يبقى الفرص لا إحنا لقى فرص كتير قوي وإحنا منتخب عندنا عندنا حكة مميزة جدا ناحية في المرشاط اللي إيه بتبقى على طول اللي فيها مع الخصم في ملعبه بني بقى إحنا ندي قوي جدا وبيبقى شكلنا هجوميا أحسن غير فيه في وسط إيه في ملعبنا عشان كده بيبقى إيه الأداء بمميز جدا إحنا بره ملعبنا بمميزين إن شاء الله يو ربنا وفق بإذن طيب كابتالي أحمد فنيا النهاردة بعض الناس تفاجأت بوجود أمار جيبر شوية قالت فاجأت بوجود تريزيجي عشان مرموش هو اللي كان دائما بيبقى سياسي في كاسوة أمار الأفريقية هل تفاجأت بقية من هما هل شفت النهاردة إن هما قدوا المهمة اللي كالوس كيروش راهن عليها النهاردة قدواها بنجاح في المجمل أنا شايف إن الفريق كتيم بصورة جماعية قدم المطلوب منه لما نتكلم على أفراد أنا تريزيجي بالنسبة لي مكانيش مفاجأة لأنه أنا مدرب وبحط التشكيل أنا متوقع أن الرجل يحافظ على نفس التشكيل اللي كان بيلعب فيه البطولة الأفريقية والفرقة ماشية بشكل كويس وماديها بشكل كويس ولكن تريزيجي من اللعيبة اللي عندها خبرات واللعيبة المتمرسة في المباريات اللي زي كده وبالنسبة لي أنا كنت متوقع أنه يبدأ نظر لخبراته تأثيره مع المتخب فترات سابقة وعنصر من العناصر الأساسية سأطالقه في الفترة الأخيرة في الدولة كون أن جات له إصابة مش معنى ده أن الرجل خلاص بقى على دكة البودلاء وأنا لا هاعتمد عليه يعني أثناء المباراة لا بدايته يعني أنا شايفها مش فجأة صحيح ودي طبعية يعني دي طبعية عمر لعيب كويس ولكن هو لعب الفترة الأخيرة لعدم وجود تريزيجي وهو لعيب كويس برضو ولكن من وجه نظر تريزيجي لأي يبدأ المبرامة فيش فيها مشكلة ولا مفاجأة خلاص صحيح ولكن اللي قد تكون مفاجأة طبعا هي هو عمر ولكن برضو عمر لعيب كويس ويلعب في فرقيته الفترة الأخيرة بيرامنز باكرايت ومقدم شكل كويس يمكن في البطولة كان بيلعب عمر كمال عبدالواحد في المعسكر لما الراجل ضم عمر جابر يمكن عمر عبدالواحد ليس مركزه الأصلي أصلا بكرايت ولكن أثناء البطولة طر يلعب في المكان ده عشان إصابة أكرم أقدم شكل كويس أكيد في المعسكر لما الراجل ضم عمر شاف أن هناك فروق في القدرات في المركز ده بالنسبة لعمر وعمر كمال وعمر جابر وكانت لصالح عمر بالنسبة للتاكتك والجماعية اللي هو عاوزها في التوقيت ده وفي الحتة دي وفي الدور اللي هو عاوزه فممكن نكون مفاجأة بالنسبة لنا إحنا كناس بنتفرج وفي الجماهير ولكن بالنسبة للراجل لا ما كانتش مفاجأة لأنه هو قيم اللعيبة كويس شاف الأنسب والأصلح في التوقيت ده عمر وعمر أصلا ده مركزه وقدم شكل كويس مزبوط النهاردة محمد صلاح فجيناك أبسطوها تحديدا في الشوت الأول في الواجبات الدفاعية الكثيرة اللي كان بيعملها في النهاردة واحدة شلب دماغه دوعة تأمتوش دوعة تأمتوش دوعة تأمتوش يعني لأ 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 بيه واحدة بقى اللي أهم منها في ديئة ستة واربين ديئة الأولى من دوعة تأمتوش بدل يضعفش لول لما كان كرة سابتة لنا اتردت علينا بحاجمة مرتدة كان واقف بين الوينش وياسر إبراهيم جوا منطقة الجزاء موقف مش طبيعي طبعا الحساس النهاردة وكمان احنا جبنا جون بدري وهو اللي جاب الجون حس بيه يعني كاس عالم وكمان تحس انه فيه تحدي من هو ساديو منين ساديو منين يعني بيالعب وهو بيالعب في المتش ده وعايز اكسب المتش ده عشان كده المتش كان تحس في ايه تحدي كبير جدا تحدي فردي عشان كده صلاح النهاردة يعني كان فين واحد فيها بشكل قوي جدا حتى يعني كان بيكلم بالشكل على طول المباراة بالشكل قوي جدا كان بيكلم عن مصابة محمد ودريزيجي على طول توجهات بالشكل قوي ابتدى حتى كمان في البداد المباراة انا شفته كان على طول كان ايه قبل مبتد المباراة كان بيكلم عن عمر جابر كان هو ناحية يعني قال له اول ما تبقى القرى معايا يعني انحنا نبقى على طول الهجمة تبقى من ناحيةنا كان عاملين تجابها شكل مميز جدا حتى عمر جابر لما كان بيلعب مع صلاح هو متفاهمين جدا وعندهم يلعبوا مع بعض كتير جدا حسيت فيه يعني بقالهم فترة كتير او بيلعبوا مع بعض يعني عمر جابر حسيت ان هو بيلعب قاله كتير مع المنتخب مفيش مشاكل مفيش رهبة مفيش اي حاجة خارج 11 سنة بدهم مع بعض المنتخب صراح كان ايه كان مدعاموا بشكل جوي جدا ان هو بيرجع بيساعدوا بشكل قوي لا النهاردة يعني صلاح الحمد لله كان عايز يكسب مباراة بشكل مهم جدا ومنتخب مصر النهاردة يعني عموما عايز يفرح شعب مصر حسيت اللعيبة النهاردة فيه مسئولة كبيرة مسئولة كبيرة كل الناس بمستنيه التشجيع بشكل مثالي ان شاء الله بإذن الله يعني المباراة اللي جاية ان شاء الله يعني ربنا وفقنا يا رب يمكن بس هضيف حاجة لكلامة ابن سطار بالنسبة لمحمد يمكن اكيد فيه مسئولية كبيرة جدا على الجهاز واللعيبة كلهم ولكن فيه مسئولية بشكل خاص اكيد على محمد صلاح نظرا لنجميته الكبيرة وجود ققائد للفرقة دلوقتي كابتن منتخب مصر احساسه انا وانا قاعد برده حاسس ان محمد صلاح ليه دور كبير مع الفرقة سواء داخل الملعب او خارج الملعب الدور ده بقى الترجم لمحمد داخل الملعب التزامه دور الدفاعي اللي بقى كبير جدا دلوقتي مساندته لزميله كلامه مع زميله الكلام كتير في فوقف كبيرة فدي مسئولية كبيرة خاصة على محمد صلاح نفسه يوصل كاس عالم بعد خسارة التورق افريقية احساسه بالمسئولية كبيرة لما خد شارة القيادة محمد صلاح خد شارة القيادة وقت الجهاز الفني اللي كانت موجود فيه مع الكابتن حسام البدري بسيح ان شارة القيادة فرقت كمان مع محمد صلاح كتير شخصيته في الملعب اختلفت يعد يتكلم مع زميله حتى يتكلم مع الحاكم لو فيه مشكلة هو اللي بيروح اسراره انه يدافع ويهاجم ويعني شايف اقولها ينفع اقولها ولا بس يعني بيتمرمط ده اللي انا بقوله احساسه بالمسئولية كبيرة لما خد شارة القيادة بقى حاسس بالمسئولية كبيرة على عطيقه وتترجمت في ادوار ومواقف كتير داخل الملعب وخارج الملعب كمان صحيح بشكل رائع جدا طيب انا كنت اسألك علي يا كابتن وحلاك خدت الكلام اه كملت على الجزئية الخاصة بالتلات مدافعين والتلات لعيبة الوسط الملعب اللي بيقدوا ادوار دفاعية جبيرة جدا تمام منتخب مصر من كاس الأمم الأفريقية باستثناء الهدف اللي دخل فينا من المنتخب المغربي في المرحلة النهائية او المرحلة خروج المغلوب في كاس الأمم الأفريقية ما دخلتش فينا غير هدف المنتخب المغربي من ضربة جزاء بنعرف نحافظ على منظومتنا الدفاعية واضح انه الشكل التكتيكي بتاع كارلوس كروش هو هدفه الاول فيه انك تحافظ انه ميخشش فيك هدف قبل ما تسجل هدف تمام فده يطمنا تمام ده كان واضح في البطولة الافريقية والراجل اللي عنده قناعة كبيرة جدا جدا بالسلاسي اللي موجود في وسط الملعب حمدي والسلية والنيني والصراحة التلاتة يعني أمين بدور رائع داخل الملعب أغلبه دفاعي والتزام دفاعي وأنا نفسي بفي تطور أكتر شوية للجانب لشكل لجومي والمساندة تكون أكبر سواء من النيني أو صلية وممكن أثبت حمدي فتحي ولكن يمكن ظروف المباريات وظروف المنتخب الفترة الأخيرة يمكن هي اللي خليها الطابع يكون دفاعي أكتر وخلينا أقول لك حاجة تاني كمان يمكننا احنا على الورق احنا في الملعب أثناء المباراة الطريقة مختلفة عن الورق لما بنشوفه يمكن على الورق الطريقة أربعة تلاتة تلاتة ولكن في الملعب هي مش كده خالص وأنا الكرة تكون معايا وأنا بحضر الطريقة بتقليب تلاتة أربعة تلاتة يمكن أن السردبكين بيفتحوا وبينزل حمدي مع السردبكين عشان التحضير بيعندي سلية ونيني من قدام شوية عندي عمر وعندي أبو الفتوح على الجنب بعدين قدام صلاح وتريزيجيء ومحمد صلاح الكلام ده بيحصل وأنا معايا الكرة في بداية الهجمة وفي الاستحواز وفي الهجوم ولكن لما الكرة بتقطع مني وارجع أدافع والفرقة التانية تبدأ هجمة الطريقة بتحاول أربعة أربعة أتنين يبقى صلاح جنب مصطفحة محمد بلاقي النيني قدام عمر بلاقي تريزيجيء قدام أبو الفتوح وعندي حمدي والسلية قدام المساكين ففي حالة اللجوم شكل وفي حالة بداية الهجمة شكل وعلى الورق شكل تاني مختلف أنا ده لما بشوفه الملعب بشوفه والراجل نجح في كده يعني بشكل كبير عشان كده إنني عليه دور دورين دور وأنا وانا 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 بدافع أنا بلعب كني هوف رايت قدام عمر وأنا بهاجم بلعب تمانية مع السلية ومق جنب السلية وورايا حمدي فتح فهو ليه دورين في الملعب يمكن ده بياخد من مجهوده الزهني والبدني عشان كده ممكن تكملته في الثمانتاشر مش زي الأول أنا نفسي يعملها بشكل أكتر من كده ولكن التنوع في طريقة اللعب داخل الملعب يمكن عشان كده بتاخد من مجهود النيني وبتخلي ما عندهش القدرة البدنية ولا الزهنية إنه يكمل بشكل كبير داخل الثمانتاشر صحيح صحيح لسه مكملين تقدر كنتم أه برضا يعني أكمل برضو تكملة كلام أحمد في بص مساك روش طبعا الاعتماد كله الاعتماد يعني طريقة لعبه هو بلعب ثلاثة في نص الملعب الاعتماد كله على الأطراف بشكل كوي جدا سواء عمر جابر أو فتوح هو بيخلي الثلاثة دولة في نص الملعب عشان يقدر إحمي بس طريقة الأطراف بشكل كوي جدا حتى لو طلعز إيه إحنا كل طريقة لعبنا كل النواحة الهجومية بتاعتنا من ناحية إيه من ناحية الطرف سواء عمر جابر أو فتوح هما عندهم الحرية الأكتر بشكل كوي جدا عشان كده هو بيخلي الثلاثة إيه المحور اللي رتكيز سواء السولية أو سواء حمد فتح أو النني هما الثلاثة دولة هما إيه الحائد الصد إيه في نص الملعب أما منت حرية إيه لعمر جابر لفتوح عشان كده الطريقة هو إيه بحافظ الحتة الباكات عنده باكات مميزين عنده باكات سراع ما أدرش لو إحنا لعبنا بطريقة حتة فيها نواحة الهجومية أتلاقي الباكات أوتمادي وطلعين أتلاقي المص الملعب إيه مش مزبوط أتلاقي في إيه في حاجة غلط بتاع عشان كده هو زبط حتة النص الملعب وإحنا طول عمرنا منتخب مصر إنت طلعت طول عمر منتخب مصر أهم حاجة في المتخب مصر الأطراف مزبوط الأطراف كان عندنا مميزات جمدة جدا صحيح إحنا نواحة الهجومية طرقتنا والهجوم بتاعنا من أحد الأطراف شاف كرش شاف منتخب مصر حتى لما كان كوبر أو كان القبلي كان الاعتماد كله على الأطراف بشكل جوى جدا إحنا عندنا الأطراف مميزين جدا بشكل حتى الأطراف زمان يعني كان فيه عمارة ياسر أدوان وإحمد رمزي وربع عسي يعني الأطراف عندنا كل نواحة الليجومية عندنا من ناحية الأطراف كانوا مميزين حتى لما نجي نهاجم بص يعني إحنا من نهاجم من دلوقتي بتلاتة لما نجي من نهاجم الطرف يطلع وطرف هتلاقي من نهاجم بخمسة مزبوط يعني هتلاقي خمسة من نواحة الليجومية عشان كده إحنا إيه التلاتة اللي بنلعب في نصف الملعب بس أنا إيه كنت عزي أتمنى من التلاتة في نصف الملعب إن هما إلعبوا اللي قدام إيما فيه نواحة إيه يعني إلعبوا إيه القرى إيه اللي قدام ما بقاش إيه دايما كل العصور اللي كانت المنتخب فيها كويس ويقدم نتائج كويسة دايما استرجع كده الفرق وهتلاقي دايما وسط الملعب عندك من أميز خطوط الفريق صح في البطولة الأفريقية اللي احنا كسبناها لما وصلنا كأس العالم تسعي وحسن عبدالربو ومحمد شوق وأحمد حسن وحسن مغيلي دايما التوقيتات دي عندك نصف ملعب قوي جدا 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 طبعا أسماء كبيرة جدا طبعا وعلى فكرة كابتان أحمد بالمناسبة أي فريق في العالم أو أي منتخف في العالم هتلاقيك هو هتلاقي وسط ملعب الدفاع تحدينا قوي جدا ممكن أقولك أسماء تاريخية كثيرة جدا من كانت دلوقتي لحد ما نروح لبيرلو في إيطاليا وفييرا في فرنسا هتلاقي دايما وسط الملعب الدفاع هو بيبقى قوت أي منتخب أوي فاي دايما كميرين مع حضراتكم بكميرين مع الكباتن الكبار كابتان عبدالسلطار صبري وكابتان أحمد أيوب فرحة منتخبنا الوطني بعد فوزه اليوم على المنتخب السنغالي بهدف دون رد جولة أولى وجولة تانية بإذن الله نبارك فيها المنتخبنا السعود لكأس العالم خليكم معنا يعني بحقاكم مرة أخرى إيطاليا وشرفني وبنوارني اللجوم الكبار كابتان عبدالسلطار صبري كابتان أحمد أيوب طيب هكمل مع حضراتك كابتان عبدالسلطار عايز ألك على النهاردة واحد من اللعبين اللي تقلقوا بشكل واضح أو بشكل ملموس جدا ياسر إبراهيم ياسر أو منزل مكانها محمد عبد المنعم الناس قالت ياسر ليه محمد متقلق وياسر ربنا يستر والدنيا مشتر من ساعة منزل هو كان من أفضل لعب المباراة عليه ما تتفق آه طبعا طبعا ياسر إبراهيم بص اللعب النادي الأهل اللعب النادي الزمالك ما فيش أي مشاكل عنده بلعب تحت ضغوط بلعب في أفريقيا فيش مشاكل يعني انت لو لعبته مع منتخب مصر يبتدي على طول ما فيش أي مشكلة خالص جل لما هو اللاعب يمنت جاي ما لعبش أصلا بطولات ما عندهش خبرات بتالي حاجاته كلها تبين مشكلة ياسر إبراهيم من نوعين هو اللعب المنتخبات قبل كده ما عندهش مشكلة خالص لما ابتدى ونزل خلاص ابتدى بشكل قوي جدا حتى النهاردة كان النهاردة طلع كورتين بشكل قوي جدا كان مميز جدا فيها يعني حسيت ياسر إبراهيم النهاردة كان بقاله فترة بيلعب وكمان ايه ياسر إبراهيم كان هو اللي بيه بيبتدي الظبط مع الوينش بتاع الحاجات دول حاجات عشان لأ ياسر إبراهيم النهاردة مكسب كبير جدا لمنتخب مصر ودي الحاجة اللي احنا ايه نقصانة ان احنا ما عندناش بداية بشكل قوي جدا عندنا كان عندنا حجاز حجاز المصاب ومنعم يعني ان شاء الله يوم بالسلامة بتاع الحاجات والوينش ممكن يغيب يعني يغيب خلص عشان نقاف نزارات حجاز بقى احنا يعني ياسر إبراهيم محتاجين الايه العناصر المهمة اوه في المركز ده ياسر إبراهيم دلوقت اوه لأ الحمد لله يعني قدى بشكل قوي جدا يروح المباراة هناك خلاص فيه اهمية كبيرة جدا فيه اهتمام بقى خلاص بداية المباراة يبدأ صح يبدأ بقى خلاص عارف بقى يضروب انا عايز انزل كل شيء يوصل طبعا انا عايز انزل بصرعة صحيح اللاعب بقى ما هو مثلا الان فيه رهبة بتاع الجمور ياخد خطوة الوراة يعني الان اللي وراتني الطورية الصراحة انا النهاردة يعني النهاردة عمل مباراة كويسة جدا كان مميز جدا صحيح كان عمل لنواحد دفاعها بشكل قوي جدا مفيش بقى فرقات يعني يعني كان على طول احنا كنا اقلنين اني بقى فيه فرقات في نص الملح كان قريب يطلع الديفنس ان شاء الله بإذن الله ربنا وفاهم ماتشل هناك ان شاء الله بإذن الله مين بقى السناء الدفاع اللي لعب مباراة العودة يا كابتن ايوب دلوقتي والد عبد الملح مالحاش خلاص تأكد غياب الوينش بقى عندنا سناء جديد غير السناء اللي بدأ انا اه تمام حظ الوحي على فكرة على فكرة عندي قوام في المعسكر لما بحصل لي مشكلة بفكر نمرة واحد في المعسكر صحيح وفي نفس الوقت بشوف البدائل اللي عندي من برة انها اللي هضمها بدل اللعيبة اللي خرجت للإصابة او للإقاف او 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 طيب انا في المعسكر عندي مين خلاص عندي ياسر هيلعب وعندي محمود علاء وعندي ايمن اشرف اه يعني يعني انا يعني اقول ممكن الرجل لو هي من معسكر هيلعب ايمن اشرف جنب جنب ياسر ولو هجيب من برة هيبقى اقرب واحد علي جبر علي جبر لعب منتخب عنده خبرات طبعا لعب بطولات افريقية طبعا بيلعب معنا دي في البطولة الكنفدرالية صحيح بيحرز اهداف صحيح عنده طول وانا سمعت الرجل وابتكلم في المطارع الصح بيهرج يعني بيقول ان فريج السنغير عنده لعبة كرة لعبة باسكت بتكلم على الطول طيب انا لو مدرب وجبت عنصر من برة وعنده الخبرات وعنده الكواليتي وعنده الكفاءة وعنده الطول وبلعب مباراة خارج ملعبي وهم عندهم مشكلة عندهم خطورة في الكرة السابتة وفي الطول فهفكر في الجزائية دي برضو هلال هلعب ايمن اشرف عشان راجل معي في المعسكر والراجل بيلاعب في حتة دي وموجود معي ولانا الاثنين الاساسي اللي عندي مش موجودين وعاوز حد طويل وقوي وينفعني فقرات العالية فهتبقى يعني يعني حسب الرجل يفكر ازاي يعني انا بتوقع كده يعني لا ايما هلعب ايمن لا ايما هلعب لو جاب علي وفكر بالطريق دي ممكن يلعب علي ممكن يلعب علي لو فكر يضمه اصلا يعني لا انا مع احمد الصراحة ان هو لازم يضم علي جاب يعني من العنصر المهم جدا طوله وهو عبارة لعب اللعب ما تشاط بطولات افريقية وكما مع المنتخب بشكل كان قوي جدا علي جاب طيب طيب صراحة اتسألك على مباراة العودة ان شاء الله نتعامل معها ازايش من الديع الاولى الديع الاخير يعني انت لو مدار بداعتي جوه الفرقة ونازل مباراة قدام السيغير المتقدم بعدها في مباراة الزهاب وقتلعب في المباراة في ضكار على ملعبهم هذا المنتخب قوي جدا بصة المنتخب السيغير الاول في المباراة هناك هكيدة هو يلعب زي طريقة بتاعتنا النهاردة احنا ضغطنا عشان جمهورنا وبتاعتنا نفس الضغط من اول البداية السيغير لا يعمل كده هحاول هو يلعب بطريقة هجومية بشكل قوي جدا احنا على قد ما نقدر يبقى فيه تركيز النواحي انما نقطع القورة يبقى عندنا نواحي على طول سرعة في الايه في الطريقة على طول في الهجمة هنستغل عندهم مساحات كبيرة جدا النواحي الدفاعية بتاعتهم ضيفة جدا كلبالي يعني بضيء جدا بيحاول هو يطل على طول بالشكل قوي جدا قوي بس الصرعات بطيء بطيء جدا احنا لو استغللنا لو طعنا احنا نلعب على اكيد نلعب ايه على كونتر التك بشكل قوي جدا بس ايه حدد بقى ايه في الصلاح او مرموش او تريزيجي على الحسن المباراة اللي هيلعبها هناك ان شاء الله ان احنا اول ما نطع القورة نقدر نلعب بسرعة بسرعة هتفري معنا يعني بطريقة يعني هو ده لا يحصل احنا بقول لك هو ده لا يحصل ان شاء الله هو ده لا يحصل واحنا فرع اصلا احنا مميزين في النواحي الدفعية احنا في البطولة افريقية كان منتخم مصري يقول لك ايه منتخم مش هتحط في جون صعب جدا احنا عشان كده احنا ان شاء الله نقدر نستغل ايه ان احنا اللي المباراة تبقى بره من العبنا الفرع هتهاجم بشكل قوي جدا احنا نستغل على طول الكونتر التاج بتعمل كابتنا احمد نعمل ايه في مباراة العودة بإذن الله خلينا اقول لك الاول يعني الراجل لما فكر في المباراة اللي هنا فكر كويس وتنفذت بشكل كويس قبل ما نتكلم على المباراة اللي جاي ليه لما تفرج على فريق السنغال في المباراة بتاعتنا ومسيرته في البطولة الافريقية وتشوف الفرقة هي نفس الفرقة كان بتلعب ازاي ومصادر خضرتها ايه وانا النهاردة بترجم اللي انا شفته قبل كده صحيح وبعدين هرجع ترجم بتاع النهاردة في المباراة اللي جاي طيب فريق السنغال كان اخطر جابها عنده جابها الشمال اللي فيها ساليوسيس ووساد يومني كان كل الخطورة خلال بطولة الافريقية حتى في المباراة بتاعتنا من الحتة دي الاتنين لعبها كويسة الاتنين بيطلعبوا الكورة الاتنين بيوصلوا لحد الـ 18 وبيلعبوا الكورة التحت النهاردة الراجل قدر يوقف في الجنب ده بشكل كبير لما خل عمر عنده التزام دفاعي لما خل اني يكون قصاد عمر وحنا مدافع وبيبقى 4-4-2 فحد بنسبة 90% من خطورة الحتة دي عشان جده حتى في بداية الموراة فريق السنغال ما كانش عارف يطلعب الكورة كان بيلعب كورات طويلة وكان وانا نفس اتفاجئت ان فريق السنغال بكل هجوم من ناحية اليمين صحيح كمان كيوتي و إدريسا لفص الملعب القدام من دي كانوا دايما بيكملوا داخل التمنتاشر بيعملوا خطورة النهاردة ما حسيتش بيهم لان كان حمدي والسولية عليهم دور بيرجعوا بيرجعوا معاهم بيكونوا قدام السردباكين وحدين من خلطهم السنغال ما عندوش خطورة النهاردة غير في الكورات السبت طيب أنا هناك أنا هناك محتاج إيه السنغال أكيد هيهاجم بس السنغال فرقة كبيرة وعندها خبرات يعني مش هيهاجم ويندفع وإيه ولكن لازم هيهاجم أنا عندي لعيبة عندها سرعات لعيبة تقدر أقدر أنقل الهاجمة بشكل كبير لقدام عشان كده أنا لازم أسيب مساحة فريق السنغال في الاستحواز في الاستحواز على ملعبه لأنه هيبعنده طمع أن الباكين يهجموا الناس اللي تحت ويوصلوا بشكل أكبر عشان فوسط جماهير والضغط الجماهير طبعا لازم يبان بشكل كويس وعاوز يكون يحرز هدف مبكر أكيد هيفكر بالشكل ده أنا بالتالي لازم لعبتي ترجع شوية ترجع شوية لورا ويكون عندي حد قدام أول مقطع الكورة لازم ينزل السلم الكورة ويطلع اللعيبة اللي جاي بتاحت زي ترزيجي زي مرموش زي محمد صلاح أي واحد في الاتنين دول لازم ينزل السلم الكورة ويبصوا لقدام على طول لأنها تلاقي مساحات كبيرة قدر استغلها بسرعات فهي الفكرة كلها لازم يشتغل على التحول السريع من الدفاع للهجوم يعني أقل عدد من النقلات الطريقة دي ممكن توصل للجن بشكل كبير لأن هم عندهم مساحات بين خط الظهر وخط الوسط لعيب واحد اللي بيدافع هو مندي في حالة الدفاع وبينزي اللي يستحس على الكورة عشان يلقوا قدام والاتنين اللي جانبوا حتى هم بعد الكورة متقطع بيكونوا في الثانتاشر صعب جدا يرتدوا بسرعة وده خلي بالك لما تشوف النهار ده فيه كورتين في الآخر لما تقطع وتعاملوا بسرعة حتى كان الديفنسي بيسيبها الطب فيه كورتين استلامهم عمر مرموش وسببوا خطورة على فريق السنغال أنا كمدرب ممكن ألعب الحتة دي هناك طيب عاوزهم جدا مين كان أفضل اللعب النهار ده كابتن عب سطر لا كله صراحة كله يعني النهار ده رجالة فرح الشعب المصري الحمد لله يعني الحمد لله ننتيجة جابية ان شاء الله نتكمل على الخير ان شاء الله يوم الثلاث ونفرح ان شاء الله يعني الفريق كله كان جماعية الفرقة ولكن أنا عاوز أشكر عمر جابر وأشكر ياسر اللعب دي مش موجودة من انتخب من فترة ومورة كبيرة وأول مرة ألعبه ويظهروا وسط التيم بجماعية وما تحسش بفرق يعني ممكن يكون يوم تأدير خاص شوية عن زمينه ولكن اللعب كلها قدتوا شكل كويس صحيح كابتن عحمد شرفت ونورت كالعاد أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبسطال شارلاته ونورته ومليوم مبروك شكرك كابتن عبسطال شكرك كابتن عحمد الحمد لله شكرك لسه بكملين مع حضركم بعد الفاصل مستهب الإسلام سامي ومران شفحي وكلام فني أيضا عن هذه المواجهة الكبيرة خليكم معنا هو حاجة على الهام مش كده أنا بحب الأغناء دي قوي أنا أي مطش المصر الصبح أشغل الأغناء دي بالليل أشغل الأغناء دي لما بنكسب إن شاء الله وحتى لو أقدر كان فيه أي نتيجة سيئة برضو بشغالها عشان حماس يبضل شغال بحبها والأغناء دي اللي عملها كل اللي عمله والناس عظيمة جدا سواء المطربين أو اللي أقلف أو اللي لحن الأغناء مثالية يعني بصراحة فيها كمية حماس مش طبيعية في هذه الفقرة هيشرفني وينورني كالعادة اتنين من الناس الرائعة جدا اتنين من الناس اللي بستمتع بيهم جدا المتعة زيدة النهاردة فرحة بمنتخب مصر الفقرة الفاكة كان معانا كبات كبار والفقرة دي معانا أصدقاء أعزاء ناس بتحل الكورة مزيكة مزيكة والنهاردة على البرد كمان إسلام سامي ومروان الشفعي إسلام مشرف ومنور ومليون مبروك ربنا خليك أكيمو ألف مبروك لنا كلنا يا رب وربنا كمينا على خير وأنا اللي مبسوط أني معاك النهاردة حبيب أسلام مروان مشرف ونور ومليون مبروك حبيب أكيمو دائما مبسوط معاك وأنت اللي بتقدم مزيكة والمنتخب هو اللي متعنا ومخلينا في الحالة دي وربنا يكمل على خير إن شاء الله يا رب دعم إيه اللي حصل النهاردة كل حيات حلوة الحمد لله آه صحيح إنه ضغطنا شوية وتخضينا شوية بس أحيح من لعب السنغال برضو طبعا يعني الناس برضو إنه وقفت الفرق عمضش النهاردة تقول لك إحنا مضغبتين ليه مع أن نرح نهاجم ونرح نشتغل بس إحنا منلعب مع منتخب قوي جدا فطبيعي بعد الهدف يبقى رد فعله قوي جدا برضو عشان هنا هيعوض عشان هو هدفه زينا يوصل كاس العالم صح مفيش خلافة يا كريم إحنا النهاردة منلعب قدام منتخب هو الأقوى حاليا في الأفريقية قدام منتخب متمرس عنده بقاله سابعة سنين عنده نفس المدرب وإحنا عندنا كارلوس كيروش بقاله ست شهور فبالتالي إحنا النهاردة أكيد عايزين منتخب مصر يكسب واحد واثنين وثلاثة ولكن لو بسيط النتائج المتشاط النهاردة كلها الإقصائية هتلاقي مفيش مطش كان فيه سكور أكتر من جول صح يعني المغرب وتونس عملوا نتائج جباية واحد واحد بره أرضهم وواحد صفر والجزائر النهاردة الجزائر كمان قدرت تكسب غانا وناجرية عدلوا صفر صفر ومنتخب مصر المنتخب الوحيد اللي لعب على أرضه وقدر يكسب الحمد لله يا رب وعنين وعبال إن شاء الله بره أرضه وفارق مفيش أكتر من جول فبالتالي الناس كلها كانت في حالة تخوف بأنها فترة السنغال صعبة لقدر الله هنخسر أهم حاجة ما استقبلتش أهداف في المرحلة النهائية دي جول عزيز قوي طبيعي يعني ما استقبلتش أهداف ودي نقطة مهمة جدا وسجلت وكسبت جون مطش يوم الثلاث ليه سيناريو تاني خالص وليه أفكار تانية خالص أين كان اللعبة اللي موجودة إن شاء الله بإذن الله كيروش والرجال حيقدروا بإذن الله يرجعوا ببطاقة صعود يا رب بإذن الله أنا أخش معك تكتك على طول يا مطل تكتكيان النهاردة أربعة ثلاثة ثلاثة دايما وطبعا هو غيرها كتير في وسط المطش يعني بس دايما بتديك الأمان الدفاعي بتديك الراحة النفسية دفاعيا بتخليك طول الوقت حاسس إنه المنتخب تقيل دفاعيا حسنا نتكلم في كاسي أمام الأفريكية في مرحلة خروج المغلوب كنت دايما ما بيخشش فيك إهداف باستثناء الجولي دخل فيك من المغرب من ضربة جزاء غير كده أنت دايما بتحافظ والنهاردة حافظت دالي خنيمة طمين كمان هنا 120 ديئة كوديفار 120 ديئة كاميرون 120 ديئة سنغال 90 ديئة سنغال تخلش فيك جون منظومة كيراش الدفاعية منظومة الفريق تغلبت على جودة أفراد السنغال النهاردة وأنا بتفرج على الماتش عرفت الفرق ما بين ال-UCCA مدرب بروغراسيف ولكنه مدرب شاب ما عندوش الخبرات الكافية لإدارة منتخب السنغال في المواقع ومدرب تاني زي ما إسلام كان بيتكلم مسك المنتخب قاله أقل من 6 شهور بس بس مدرب مدرب عقر مدرب يا جماعة فكرة في المواقع لو هم عندوهم تشكيلة ممكن تبقى على الورقة أقوى مننا وده فعليا احنا عندنا مدرب أقوى من المدرب بتاعهم وده برضو فعليا قبل ما ندخل كنا بتفرج معك لقطة لما نزل وقف مع اللعيبة قبل في الهوف تايم مدرب يا جماعة عندو فكر مدرب قريب من اللعيبة مدرب هنشوف بقى تكتك سوع عملي بدأنا شناوي اللي 4-3-3-3 ثمت قلت شناوي في حراس المرمى عمر جابر الورقة اللي راهن عليها ونجحت نجحت في الأدوار الهجومية والدفاعية هنا كان بدأ محمد عبد المنعيم قبل الإصابة الوينش فتوح سلسي نص الملعب اللي تعودنا عليهم حمدي فتحي السلية النيني والسلية هنا بدأت ريزيجيه لأول مرة بيبدأ مع الراجل مصطفى محمد والأسطورة محمد صلاح محمد صلاح النهاردة اشتغل في كل الحتة دي يا كريم كل الحتة دي اشتغل فيها لا 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 هو اشتغل هنا يعني لو وضحنا الصور اللي معنا لمحمد صلاح محمد صلاح اللي هي تمام بتاعته النهاردة هو باك اردوها جماعة وحنا منتكلم محمد صلاح احنا قبل الماشي بنقول اي هو صلاح ممكن مثلا في الحالة الهجومية والله يرجع يقف هنا لا صلاح مكش هو يرجع يرد هنا صلاح كان بيرجع يدفع هنا صلاح النهاردة ككورة عمل كل حاجة ممكن تتكلم فيها النهاردة في النواحي الدفاعية في النواحي الهجومية اللي هيت ماب بتاعته دي هيت ماب لو وريتها لك تفتكر ان دي هيت ماب محمد صلاح لأ هل دي قريدة حرام محمد صلاح يا جماعة وللي اصير الك 드� bodا كل دي كلها اماكن تواجد محمد صلاح الاتجاه الهجوم لنحية اليمين محمد صلاح رجع بيغطي فين؟ بيغطي في قلب المرأة يا كريم لما منعم تصاب والحاكم النهاردة اللي كان قاسي علينا جدا خرج منعم أكتر من المرة صلاح رجع يدافع صلاح رجع في سبرينت يدافع يا جماعة فقال المرأة النهاردة كان كله مكاسب والأهم حاجة الكليين شيت الحمد لله فكرة اللي انت كنت بتقلب الطريقة الاربعة اربعة اتنين وترجع بتريزيجي كانت بتفيدنا جدا في تقفيل الأطراف بشكل كويس وكنت دايماً كومباكت ودايماً مقفل مساحتك أول عشر داير ربع ساعة رحت ضغطت عالي قدرت ان انت تضغط عالي عشان تخوف السنغال وبعدين رجعت قدرت ان انت تعمل الجيم بتاعك البلوك أو الميديم بلوك وتطلع على الترانزيشنز رغم انهم عندهم قدرات رهيبة من بوناصار وساليوسيس اللي عملوا كروسات بأرقام مخيفة ولكن في النهاية انت دايماً كنت مقرب وانت دايماً كنت عندك زيادة عددية في قلب الدفاع كنت دايماً انني حل في الخروج بالكورة وحمدي فتحي كان حل سحري برضو فكرة ان انت ساعات كنت بتقفل بتلاتة وترجع ورات ابني اللعب بالشكل دا فكل دا كان منظومة قوية من كراش قدام كوالتي فردي عالي جداً المنظومة حمد افراد منتخب مصر من الكوالتي العالي لمنتخب السنغال دايماً نقطة مهمة حسابة تتكلم برضو اللي حصل في المباراة الفنية وتكتكينا على البرد الإسلام بس هبدأ معاك بمحمد النيندي محمد النيندي من الأسئلة اللي تساءلت النهاردة من الناس ومحمد النيندي مش في مستوى محمد النيندي ما بيعملش مباراة كوالتي صحيح وانا قلت الكلام دا وقللي صحة ولا غلط قلت وقبل مباراة هناشكو فيها انه صحيح محمد النيندي كان عنده بعض الكارات الخطيئة النهاردة بس محمد النيندي انا لو مدير فني قاعد برا انا مش هشيره من المباراة دا واحد تاني حاجة لازم احطه في كل المباراة فكرة انه ظاهر طول الوقت طول الوقت هو في المشهد لو الناس داقت بعض الشيء من محمد النيندي في بعض الكارات النهاردة فعشان دا كنت بتشوف محمد النيندي كتير اي مساحة فرغة في الملعب كان موجود اي كرة تانية كان بيحاول يقرب منها طول الوقت عامل مهام كتيرة جدا ما كانيش هناك مدربة خرجه نحيح أستاذ كريم محمد النيندي واحد من اللعيبة اللي دايما الجمهور ما بيشوفش دورها جواه الملعب واحد من اللعيبة اللي بتعامل أدوار بتكلفات من المدير الفني المنطقة بمصر او حتى في النادي فبالتالي النيني ممكن تاخد النهاردة تاخد بلقة ما عملش كور لقدام عمل ميس باس غلط في الكورة في كورة ما جاء اطحة مثلا وتقطعت منه ولكن الدور اللي هو بيعمله ايه ناس كتير قوي كانت قول بين الشوتين نيني يطلع وزيزو ينزل حيث نزيزو يقفل قفشا ينزل على فترات الكلام دا اعتقد ان كيروش كانت الاولوية بتاعته ان ثلاثة نص الملعب مش هيتغيره ومش هيتطلعه علما ان حمدي فتحي بيلعب هو عنده انزار مهدد بالغياب عن المطش الجاي ومحمد النيني كمان فمطش فيل تحامات بدنية وتدخلات عنيفة الاتنين الحمد لله حافظوا على سجلهم من الانزارات لكن محمد النيني كان دوره ايه هو الدور المسندة الكبيرة جدا لعمر جابر عشان يبدأ بعد كده عمر جابر يتحرر هجوميا اول 45 ديئة اعتقد الجابهة اليمين بتاعت منتخب مصر كانت شغالة كويس جدا وفي نفس الوقت كان الدفاعية المتفوقة على الجابهة القوية بتاعت منتخب السنغال وكان كل اللعبينة من هناك واضطر المنتخب السنغال يلعب ناحية اليمين بتاعته معظم فترات النصر بوناسار واسماعيل أسار بدأهم اللي يعملوا الشغل دوت لكن محمد النيني داي اللي هو كان بيلعب هنا ده على طول محمد النيني كان موجود هنا عشان يقفل مع عمر جابر عمر جابر الرجل متمركز مع رجوع محمد صلاح دايما مروان قال منتخب مصر لما كان بيتلعب الكورة أول ما على طول محمد النيني يرجع ورا هتلاقي عمر جابر تلع له قدام مفيش كورة في الخمسة واربعين ديئة الأولى من الشروط الأول تلع فيها عمر جابر هنا عشان يتحرك مع محمد صلاح غيره انت بتلاقي محمد النيني واقف هنا منتخب مصر حتى هو بيبني اللعب بيبقى فيه أدوار للاتنين التمانيات اللي هما السلية والنيني ان انتوا فتحوا عرض الملعب السلية لو فتح عرض الملعب كده والنيني فتح عرض الملعب كده اوتوماتيك هتلاقي عمر جابر اتحرك هتلاقي اوتوماتيك أحمد فتوح اتحرك دي الأدوار الطبعية بتاعتهم لكن الدور الدفاعي مهم قوي عشان يبقى عندي بلوك موجود هنا طول الوقت ما بين عمر وما بين النيني عشان ما يقدروش يعني اندور كوروين بعض وفتوح برضو هناك مع عمر الشراء كوروين جدا من بعض وكان بيقى أرابلوم تريزي جي كمان وكان بيقى أرابلوم تريزي جي دايما في 4 3 3 أو مع كيروش هتلاقي مسلسات تعليمين وعشمات فانت عندك محمد الصلاح عندك محمد النيني عمر جابر الناحية الثانية فتوح السلية تريزي جي وده كان شكل منتخب مصر على فكرة في كاس علم أفريقية وشكل منتخب مصر في كاس العرب باختلاف عمر كمال عبدالواحد إمام عشور عمر جابر البترن واحد احنا الثلاثة هنلعب بالاسلوب ده مصبو محمد النيني كان بيطلق إضغط هنا لواحده على اللي معاك كورة النيني مميز في إيه أنا بروح أضغط بقفل زواية تمرير ما بروحش أستخلص مثلا زي حمدي فتحي ولكن أنا كمحمد النيني هتقيني بعمل مجهود كبير قوي في الحتة دي بروح أضغط أعطى للكورة ودائما النيني هتلاقي بيشاور لزميله وطلعه ورايا بيوجه على فكرة موضوع التوجيه ده في الملعب مهم جدا النهاردة خلي بالك يا مصطفى اضغط كده كلان اضغط كده دي نقطة مهمة جدا وده الدور اللي بيعمله على طول محمد النيني في نص ملعب متأكد لو معانا معدلات جالية هيكون أكتر واحد جريف الملعب على طول عادة بيبقى أكتر واحد جريف الملعب في كل المواشات منتخب مصر طيب نقطة كمان مهمة مروان ياسر إبراهيم يتقلق النهار محمد عبد الملعب يتقلق قبله الوينش بيتقلق حجازي تقلق محمود علاء لما لاعب في فترة أي مدافع في منتخب مصر مع كالوس كيروش هتلاقيه متقلق بالضبع السبب منظومة المدير الفني اللي بتحمي اللعيب من الواحد على واحد دايما مقرب له حمدي فتحي يقفل معاه ثالث دايما عارف مدفي كده مدفي المساحات مقللها مقرب منه عمر جابر أو عمر كمال أو إمام عشور دايما فتوح نازل دايما تريزي جي أو مرموش بيتراك باك دايما محمد صلاح إذا ما كانش بيرجع في بطولة أفراقيا فتلاقيه أن مصطفى بيضغط على اللعب نمر ستة فبيمنع مساحات التمرير زي ما إسلام قال بيعمل شادوينج للمساحات دي كلها فبيكبروا أنه يعمل التمريرات العرضية أو على جنب الملعب ما يعملش تمريرات طولية فدايما المدافعين في منظومة كارلوس كيروش محميين محميين بزميلهم محميين بعملية لما يجي بابن الكورة بزق كل الخط قدام وبالعب الطولية على مصطفى اللي بيطلع في أعلى برج عالي وينزل لنا الكورة عالي وتريزيجي بيطلع ويستلم الكورة وحتى مرموش لما نزل كان ليه أداء متميز جدا فدايما أنا مش خاف على منظومة دفعية في العودة حتى مع غياب الوينش بسبب البطاقات أو بغياب المنعم ربنا يرجعه بالسلامة أي لعيب حيلعب حتى لو رحت جبت لعيب من برقايمة واستدعيته ودخلته حاميته في المنظومة دي وهو عنده كواليتي وأي لعيب حيلعب في الليفل ده حيب عنده الكواليتي هتلاقي منه أداء عالي جدا ده غير نقطة مهمة جدا هو أنني اللي تكلم عليها إسلام فكرة أنني دايما مقرب حمدي دايما مقرب فمديينهم حلول إذا الدنيا هنا دايقة ممكن أنني على طول بيفتحينها عشان يستلم الكورة أو الكورة التولية اللي أنت دايما بتعملها على مصطفى محمد فكرة المنظومة مدية كواليتي أعلى للمدافعين طيب أنا عايز بقى البردين نزبطها تمام عشان عايز على الإسلام السؤال مهم يلا السنغال هتلعب معنا إزاي في مباراة العودة وإحنا نتعامل مع المباراة دي إزاي تكتكيا وفنيا السنغال هتبدأ إزاي الأول يعني السنغال أعتقد أكريم هتبدأ بنفس الطريقة هي نفس التشكيل أهلا أربعة ثلاثة ثلاثة أهلا أربعة ثلاثة ثلاثة أهلا أعتقدش اعتقد لو في تغيير في تشكيل السنغال ممكن يكون إن هو بامبا ديانج الرجل ينزل الشوت تاني يكون هو المهاجم اللي هيلعب على مثلا حساب فمارة ديديو اللي هو ما زهرش الحمد لله رب العمين النهاردة أعتقد ده ممكن يكون التغيير لكن هتلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة بتاعتها الطبعية خالص مافيش أي مشكلة إسماعيل صار رهيب طبعا ساديو ماني منتخب السنغال منتخب لعب مباشر بمعنى إن انت مش هتلاقي إن المنتخب ده بيعمل أنواع معقدة في عمليات بناء اللعب أو 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 هو بيعتمد حرفيا بصراحة أنا مشوفش المنتخب السنغال منتخب جماعي عظيم هو منتخب فردي عظيم يعني عنده كمية مهارات مش طبعية بس كتكتكين وجماعيا في الجمل وحاجات كده مش هتلاقيه كتير يعني النهاردة ساديو ماني هو بيعدي بكرة كان بيفرج معنا بعض زميلنا وبيسرخوا فكرة إنه ساديو ماني عدى ليه ما هيعدي ساديو ماني بيرفل بفول يعني ساديو ماني يعني سيبوله كرة يعدي بنا مواطبية يعني بيعدي غير من كل دفاعات العالم طبعا بالظبط كده طيب احنا بقى نتعامل مع المباراة دي ازاي يعني متوقعين طبعا المنتخب السنغالي هيضغط ضغط كبير جدا هيحاجم من الدياة الأولى بشكل كبير جدا هيحاول يسجل كمان عشان يرفع الضغط على نفسه بدري بدري ويصدروا عليك ويصدروا عليك احنا بقى نتعامل ازاي من الدياة الأولى لدياة الأخيرة في المباراة خلاني نقول حاجة الجيم ده جيم أعصاب طبعا هدوء طبعا ملعب ناسيمي فاينول إفريقيا مع كاميرون فملعبها فوسط جمهير صح هم هيلعبوا في الملعب الجديد اللي أول مرة يتم افتتاحه فهيبقى متقفل ولكنهم ملعبوش عليه ولا ماتش هاي فالأدبانتج بتاعت النجيلة والملعب والديايمانشنز دي زيك زيهم مزبوط تمام فانت لازم نهاردة يا كريم تقسم الجيم واتمنى ان احنا ما ندفعش طول الوقت ودي نقطة صعبة جدا نتمسك الكورة وتدور الكورة وتكسر ريتم الجيم تكسره بفاول تكسره بتمريرة تكسره بكورنر تكسره انك تنقل الكورة كتير أنا بس أخير من حالة الفاولات اللي أحبوه أنا نهاردة كنت مرهو تكسره بربيض عملنا كثير فاولات الأرض عن نفس المنطقة ورد مش طبيعية الفاولات اللي هلاحظون المنطقة الجزاء دي مرعبة جدا جدا طبعا فعشان كيف أقولك دايما أنا أقصد فاولات فاولات قدام بالظبط فاول تكتيك تعطى للأعمى من الأول ما بتدايقه هم هيلعبوا ازاي هنقولون هم هيلعبوا بطريقتهم الطبيعية احنا لازم نخلبان من أجناب الملعب طول الوقت ساديو مانيح يخش كده كالعادة الراجل النهاردة المهاجم بتاعهم كده واسماعيلة صار هو اللي بيبقى فاتح الطرفة أكتر بص الراجل ده بيجي يتمركز هنا والراجل ده بيتمركز هنا يعني الراجل ده ما بين الاتنين سنتر باكس بتاعنا هيجي يقف بامبا ديانج ساديو مانيح هيجي هنا عشان يدخل معاه الباكرايد بتاعنا أيا كان هو مين فبالتالي هذا الرجل ساديو سيس راجل كامل عشان يخش في الهف سبيس دي ويعمل زيادة على منتخب مصر الأهم بالنسبة لنا هنستقبل اللعبة ده ازاي زي ما ماروان قال الشكل الدفاعي لمنتخب مصر احنا هندافع وجهة نظري ان منتخب مصر بيجيب جدا الدفاع بشكل 4-4-2 مش احسن يعني دي احسن طرقنا معللش ماروان برضو معللش قدي 4-4-2 لدفاع منتخب مصر الطريقة دي بتنفعك في ايه بس 4-4-2 لدين فيها نقطة مهمة في كاس افريقيا كنا بندافع باحمد سيد زيزو وتريزيجي او رمضان او مرموش فبالتالي كان عندك اتنين بس لهم مثلا السلية وحمدي او حمدي والنيني احنا مينفعش نستغنق عن 3 نص ملعب في مصر خالص عشان كده بنسبة كبيرة جماعة حنشوف نفس المنظر شوفنا النهاردة وهلاقي محمد النيني هو اللي بلعب نحتل مين حمدي فاتحي السلية الثلاثي ده هو الرئة منتخب مصر دفاعيا وقدرته ان انت تستخلص لازم يقفشها راسة في استخلاص الكرة التانية لازم تولي لوقت اي كرة الطب بتاخدها لازم يكون حمدي فاتحي وعلي دور كبير هو اللي عمل الحماية في الحتة دي لعب حمدي في النادي الاهلي بتلت اربع طرق مختلفين مع موسيماني بتخليه يقدر يجي يلعب هنا مرتاح فبيقدر يطلعلك الكرة غسط الاتنين سنتر باكس وفي نفس الوقت يقدر يطلعك بالكرة على طول مصطفى محمد عليه دور كبير لان مصطفى محمد كان على طول بيضغط على الراجل مندي لعيد نص الملعب بتاعهم مصطفى عليه دور النهاردة ان هو يحاول على قد ما يقدر ياخد الكرة عالية من سنتر باكس كوليبالي والراجل بابا جايه او في نفس الوقت ان انت ما تخلهوش يزيد بالكرة يا كريم النهاردة كوليبالي ده طول ما انت سايبه هو بيزوء الكرة لقدام كده مروان عشان يلعب الطولي لازم لو مصطفى مش هياخده يا صلاح يقرب له واحد من نص الملعب تريزيجي المهم ان الراجل ده ميلعبش الطولية بتاعته لانه هم بيعتمدوا ان هم ميلعبوا كور طولية كمان طول ما الاجناب متقفل طيب عايزك بقى مروان تاخد الكرة وتقول لي هطلع بيها ازاي وانا في المنطقة الدفاع احنا ديبان كلام على فكرة الخروج بالكرة في منتخم مصر وانت من المفترض انك تلعب على هجمة مرتدة كويسة محترمة في مباراة السنغال عشان تقدر تسجل وتنهي المباراة شاء الله بإذن الله نخرج بالكرة ازاي طيب عندنا اكتر من طريقة لخرج بالكرة اول حاجة خلانا اتفق ان هم حيجي يضغطوا علينا عالي طبعا لان هم عايزين يضغطوا عليك عائمين بزي هم يضغطوا علينا من هنا واخنا لسه اول مشكلة ولا يهمنا اي مشكلة تفتح هنا السنتر باكين فيسحبوا معاهم الاثنين الوينجرز حمدي فتحي او النيني ينزلوا في عمق الملعب هيسحبوا معاهم حد تفضي مساحة لحد من نص الملعب تاني انه انت ممكن تسلموا الكرة في رجلوا من الشناوي اللي النهاردة كنا بنعملها ونيني حتى في واحدة الناس هاست وقلقت وهو خده برا كل هدوء وطلع الكرة على الهجمة كميل عشان انت ماشي حلو انت الوقت طلعت الكرة من الشناوي بزبط انت دلوقتي حمدي فتحي ياخد هنا هياخد الراجل السنتر باك الليفت باك او مش الليفت باك الليفت سنتر باك هياخده الوينجر هايل والراجل سنتر باك هياخده الوينجر التاني انت خدت عملت النفسك حاجة اسمها بلاس وان حتى لو هنا في إدريسا جاي جاني او هنا في شيخ كويت انت عندك بلاس وان دايما عندك بلاس وان في عملية البلدوب طب لو هما ضغطوا عليك بأكتر من واحد ساعتها هتبقى انت كسبت حل اخر ان انت خدت بلاس وان في الناحية الهجومية ساعتها ممكن الشناوي يعمل الكرة الكترية عند تريزي جاي يبقى انت خرقتهم من مساحتك انت عملت انفايت بريشر تعالوا علي واول ما هم جوم عليك يام حطت لهم الكرة التولية حل من اتنين يام حل ماتش المغرب وديتها لصلاح في الجناح يام حل ماتش كوديفار وديتها لمصطفى في عمق الملعب واشتغلت من هناك فيه اكتر من حل اهمها الادوار المركبة لحمدي للنيني لتريزي جاي التلاتة دول اهم تلاتة في المنظومة لان التلاتة بيقدموا ادوار مركبة سواء جناح او بيتراك باك عشان يساند النيني ال 4-4-2 اللي اسلام ونتكلمت عليها ان هو بيقفل على الجناح ويعمل 4-4-2 حمدي فاتحي اللي بيلعب زي الفولس سترايكر بيلعب حق اسمها فولس ميتفيلدر يبقى هو ستة وفي نفس الوقت ينزل اكنه لبرو او ثالت مدافق فيقدر ان هو يستلم ويطلعك بالكرة بشكل ممتاز هاي مروا انت شرفت ونورت حبيب يا كيب الله يخليك حلو التحليل العظيم حلو مبروك السامك العادة مميز ورائع أنا مشكورك شكرا 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 اليوم مبروك لمنتخبنا الوطني الليلة حلوة ليلة سعيدة يا رب تتكرر يوم الثلاث يا رب من نمشي للصبح يوم الثلاث فرحاني بمنتخبنا في كاس العالم ان شاء الله نسمع اغاني نفرح بمنتخبنا نرقص ونهيص وننبسط بإذن الله ومنتخبنا موجود في كاس العالم بعد مباراة السلساء القادم قدام المنتخب السنغالي دايما رجالة ودايما مشرفيننا ودايما رفعين راسنا رجالة منتخبنا الوطني اشوفكم يا رب على الف خير